بسم الله الرحمن الرحيم يصر شبكة الألوكة للتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة المائدة إلى ابن كثير وقد ذكر ابن أبي حاتم عند قوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ذكر أثرا فقال حدثنا عن قمة عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يرفع العلم وقال زياد بن لبي يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أذناءنا فقال فكذتك أمك وابن لبي إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله ثم قرأ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل هكذا أغرده ابن أبي حاتم معلقا من أول إسناده مرسلا في آخره قد رواه الإمام أحمد بن حنبل متصلا موصولا فقال حدثنا وكية حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعب عن زياد بن لبيد عن زياد بن لبيد أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عند ذهاب العلم قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناءنا يقرئونه أبناءهم بلا يوم القيامة فقال فكلتك أمك يا ابن لبيد فكلتك أمك يا ابن لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التغراط والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء هكذا رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به نحوه وهذا إسناد صحيح وقوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون كقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وكقوله عن أتباع إيسى فآتينا الذين آمنوا منهم أدرهم الآية فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة وفوق ذلك عتبة السابقين كما في قولي عز جل ثم أعرفنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فالصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة وقد قال أبو بكر بن مربويه حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا أحمد بن يونس الضبي حدثنا آصم بن علي حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن يزيد ابن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تفرقت أمة موسى على إحدى وسبعين ملة سبعون منها في النار وواحدة في الجنة وتفرقت أمة إيسى على سنتين وسبعين ملة واحدة منها في الجنة وإحدى وسبعون منها في النار وتعلوا أمتي على الفرقتين جميعا واحدة في الجنة وثنتين وسبعون في النار قالوا من هم يا رسول الله قال الجماعات الجماعات قال يعقوب بن زيد كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فيه قرآنا قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم إلى قوله تعالى منهم أمة مقتاصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وتلا أيضا قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه وبهال السياق وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين مروي من طرق عديدة وقد ذكرناه في موضع آخر ولله الحمد والمنة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة وآمرا له بإبلاع جميع ما أرسله الله به وقد انتفل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك وقام به أتم القيام قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب وهو يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية هكذا رواه هاهنا مختصرا وقد أخرجاه في مواضع من صحيحه مطولا في مواضع من صحيحه مطولا وكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من طرق عن عامل الشعبي عن مسروق بن الأجدع عنها رضي الله عنها وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله نبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وقال ابن أبي حاتل حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن هارون بن عنتره عن أبيه قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له إننا سيأتون فيخبرون أن عندكم شيئا لم يبديه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فقال ابن عباس ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء وهذا إسناد جيد وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما بيعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر وقال البخاري قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستمتقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين ألفا كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع أسبوعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول اللهم هل بلغت قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال أي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ثم أعادها مرارا ثم رفع أسبوعه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت مرارا قال يقول ابن عباس والله لوصية إلى ربه عز وجل ثم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقال بعض وقد روى البخاري عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان به نحوه وقوله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا قبيصة ابن عقبة حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد قال لما نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قال يا ربي كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون عليك فنزلت وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ورواه ابن جرير من طريق سفيان وهو الثوري به وقوله تعالى والله يعصمك من الناس أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك ومعصرك ومؤيدك على أعدائك ومغفرك بهم فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرصوا كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا يحيا قال سمعت عبد الله ابن عامر ابن ربيعة يحدث أن عائشة رب الله عنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمر ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت فقلت ما شأنك يا رسول الله قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرص من الليلة قالت فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح فقال من هذا فقال أنا سعد بن مالك فقال ما جاء ذك قال جئت لأحرسك يا رسول الله قالت فسهعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه أخرجاه في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به وفي لغض سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه المدينة يعني على أثر هجرته بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها وكان ذلك في سنة ثنتين منها وقال ابن أبي حاتب حدثنا إبراهيم ابن مرزوق البصري نزيل مصر حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا الحارث ابن أبي يعني أبا قدامة عن الجريري عن عبد الله ابن شقيق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرصه حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس قالت فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل وهكذا رواه الترمذي عن عبد ابن حميد وعن نصر ابن علي ابن علي الجهضمي كلاهما عن مسلم ابن إبراهيم به ثم قال وهذا حديث غريب وهكذا رواه ابن جليل والحاكم فيه استدركه من طريق مسلم ابن إبراهيم به ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وكذا رواه سيد بن منصور عن الحارف بن عبيد أبي قدامة الإيابي عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة به ثم قال ثم قال الترميدي وقد روا بعضهم هذا عن الجريري عن ابن شقيق قال كان النبي صلى الله عيه وسلم يحرص حتى نزلت هذه الآية ولم يذكر عائشة قلت هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل ابن علي وابن مردويه من طريق وهيد كلاهما عن الجريري عن عبد الله ابن شقيق مرسله وقد روا هذا مرسله سعيد بن جبير ومحمد بن كعب القراضي رواهما ابن جرير والربيع ابن أنس رواه ابن مردويه ثم قال حدثنا سليمان ابن أحمد حدثنا أحمد ابن رشدين المصري حدثنا خالد ابن عبد السلام الصدفي حدثنا الفضل ابن المختار عن عبد الله ابن موهد عن عسمة ابن مارك الخطني قال كنا نحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى نزلت والله يعصمك من الناس فترك الحرص حدثنا سليمان ابن أحمد حدثنا أحمد ابن محمد ابن أحمد أبو نص الكاتب البغدادي حدثنا كردوس ابن محمد الواسطي حدثنا يا علاء ابن عبد الرحمن عن فضير ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال كان العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يحرصه فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس فرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرص حدثنا علي ابن أبي حامد المديني حدثنا أحمد ابن محمد ابن سعيد حدثنا محمد ابن نفضل ابن ابراهيم الأشعري حدثنا أبي حدثنا محمد ابن معاوية ابن عم حدثنا أبي قال سمعت أبا الزبير المكي يحدث عن جابر ابن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلأه حتى نزلت والله يعصمك من الناس فذهب ليبعث معه فقال يا عمي إن الله قد عصمني لا حاجة إلى من تبعث وهذا حديث غريب وفيه مكارة فإن هذه الآية مدنية وهذا الحديث يقتضي أنها مكية ثم قال حدثنا محمد ابن أحمد ابن إبراهيم حدثنا محمد ابن يحيا حدثنا أبو كريب حدثنا عبد المجيد الحماني عن النضر عن إكرمة عبد عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص فكان أبو طالب يرسل إليه كل يوم رجال من بني هاشم يحرصون حتى نزلت عليه هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس قال فأراد عنه أن يرسل معه من يحرصه فقال إن الله قد عصمني من الجن والإنس ورواه التبراني عن يعقوب بن غيلان العماني عن أبي كريب به وهذا أيضا حديث غريب والصحيح أن هذه الآية مدنية بل هي من أواخر ما نزل بها والله أعلم ومن أسمة الله لرسوله حبه له من أهل مكة وصما بيدها وحسابها ومعانديها ومطر فيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا لما يخلقه الله له من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية ولو كان أسلم الذي ترأ عليه كفارها وكبارها ولكن لما كان بينه وبينهم ولما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه فلما مات عنه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا ثم قيد الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة فلما صار إليها منعوه من الأحمر والأسود وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورده عليه كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء ولما سمه اليهود في ذراع تلك الشاه بخيبر أعلمها الله به وحماه منه ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها فمن ذلك ما ذكره المفسرون عند هذه الآية الكريمة قال أبو جعفر بن جرير حدثنا الحارس حدثنا عبد العزيز حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القراضي وغيره قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزله اختار له أصحابه شجرة ضليلة فيقيل تحتها فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال من يمنعك مني فقال الله عز وجل فراعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه وضاب برأسه الشجرة حتى انتفر دماغه فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس وقال ابن أبي حاتل حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد ابن يحيا ابن سعيد القطان حدثنا زيد بن حباد حدثنا موسى بن عبيدة حدثني زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لما عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أنمار نزل ذات الرقاع بأعلى نخر فبينه وجالس على رأس بل بئر قد دل رجليه فقال الحارث من بن النجار لأقتلن محمدا فقال له أصحابه كيف تقتله قال أقول له أعطيني سيفك فإذا أعطانيه قتلته به قال فأتاه فقال يا محمد أعطيني سيفك أشيمه فأعطاه إياه فراعدت يده حتى سقط السيف من يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الله بينك وبين ما تريد فأنزل الله عز وجل يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّهْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقصة غورث بن الحارث مشهورة في الصحيح وقال أبو بكر ابن مردويه حدثنا أبو عمر ابن أحمد بن محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا آدم حدثنا حمد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل تحتها فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها فجاء رجل فأخذه فقال يا محمد من يمنعك مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك ضع السيف فوضعه فأنزل الله عز وجل والله يعصنك من الناس وكذا رواه أبو حاتب ابن حدان في صحيحه عن عبد الله بن محمد عن إسحاق ابن إبراهيم عن المؤمن بن إسماعيل عن حمد بن سلمة به وقال الإمام أحمد هدثنا محمد بن جافر هدثنا شعبة سمعت أبا إسرائيل يعني الجشمي سمعت جعدة هو ابن خالد ابن الصمة الجشمي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين أي بل أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طبيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن من آمن بالله وإيهم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقول تعالى قل يا محمد يا أهل الكتاب لستم على شيء أي من الدين حتى تقيم التوراة والإنجيل أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها ومما فيها الإيمان بمحمد والأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته ولهذا قال ليف بن أبي سليم عن مجاهد في قوله وما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن العظيم وقوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربك تغيانا وكفرا فقدم تفسيره فلا تأسى عن القوم الكافرين أي فلا تحزن عليهم ولا يهيبن كذلك منهم ثم قال إن الذين آمنوا وهم مسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصابئون لما طال الفصل حسن العطف بالرفع والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين قاله مجاهد وعنه من اليهود والمجوس وقال سعيد بن جبير من اليهود والنصارى وعن الحسن والحكم إنهم كالمجوس وقال قتادة هم قوم يعبدون الملائكة ووصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور وقال وهب بن منبه هم قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة يعملون بها ولم يحدثوا كفرا وقال ابنه أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال الصابئون هم قوم مما يلل أراق وهم بكوثا وهم يؤمنون بالنبيين كلهم وعصومون كل سنة ثلاثين يوما ووصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات وقيل غير ذلك وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الجين وعملت عملا صالحا ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين فمن اتصف بذلك فلا خوف عليه فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا على ما تركوا وراء ظهورهم ولا هم يحزنون وقد تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا لقد أخذنا من ساق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بشير من يمن يذكر أنه تعالى أخذ العهود والموافق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله فنقضوا تلك العهود والموافق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه ولهذا قال تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة أي وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعوا فترتب وهو أنهم عموا عن الحق وصنوا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه من فضلك تابع بقية المادة نتبع القراءة في تفسير سورة النائدة لابن كثير ثم تاب الله عليهم أي مما كانوا فيه ثم عنهم وصنوا أي بعد ذلك كثير منهم والله بصير بما يعملون أي مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه للجنة ومأواه النار ومأواه النار وما للظالمين من أنشار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمس الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلا من الطعام أنظر كيف نبين له الآيات ثم أنظر أن نؤفكون يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية ممن قال منهم بأن المسيح هو الله تعالى تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرا هذا وقد تقدم لهم أن المسيح عبد الله ورسوله وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال إني عبد الله ولم يقل إني أنا الله ولا ابن الله بل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى أن قال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له ولهذا قال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبد الله ربي وربكم إنهم من يشرك لله أي فيعبد معه غيره فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أي فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمه على الكافرين وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في الناس إن الجنة لا يدخرها إلا نفس مسلمة وفي لفظ مؤمنة وتقدم في أول سورة النساء عند قوله إن الله لا يغفر أي يشرك به حديث يزيد ابن باب نوس عن عائشة الدواوين ثلاثة فذكر منهم ديوانا لا يغفره الله وهو الشرك بالله قال الله تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والحديث في مسند أحمد ولهذا قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أي وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قالوا فجعل الله ثالث ثلاثة وهذا قول غريب في تفسير الآية أن المراد بذلك طائفة اليهود والنصارى والصحيح أنها رنزلت في النصارى خاصة قاله مجاهد وغير واحد ثم اختلفوا في ذلك فقيل المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة وهو أقنوم الأبي وأقنوم الأبن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأبي إلى الإبن تعال الله عن قولهم علوا كبيرا قال ابن جليل وغيره والطوائف الثلاثة من الملكية واليعقوبية والنصطورية تقول بهذه الأقانيم وهم مختلفون فيها اختلافا متباين ليس هذا موضع بسطه وكل فرقة منهم تكثر الأخرى والحق أن الثلاثة كافرة وقال السدي وغيره نزلت في جعلهم المسيحة وأمة إلهين مع الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار قال السدي وهي كقوله تعالى في آخر السورة وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله من دون الله قال سبحانك الآية وهذا القول هو الأظهر والله أعلم قال الله تعالى وما من إله إلا إله واحد أي ليس متعددا بل هو وحده لا شريك له إله جميع الكائنات وسائر الموجودات ثم قال قال تعالى متوعدا لهم ومتهددا وإذ لم ينتهوا عما يقولون أي من هذا الافتراء والكذب لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أي في الآخرة من الأغلال والنكال ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون هو الله غفور رحيم وهذا من كرهه تعالى وجوده ونطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة فكل من تاب إليه تاب عليه وقوله تعالى ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسول أي له أسوة أمثاله من سائر المرسلون المتقدمين عليه وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام كما قال إن هو إلا عبد أنعنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وقوله وأنهم صديقة أي مؤمنة به مصدقة له وهذا أعلى مقاماتها فذل على أنها ليست بنبيه كما زعمه بن حزن وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم وبقوله وَأَوْحَيْنَا 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 إلى يوم القيامة ثم قال تعالى انظر كيف نبين له الآيات أي نوضحها ونظهرها ثم انظر أنا يؤفكون أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون وبأي قول يتمسكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضررا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنان والأنداد والأوثان ومبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية فقال تعالى قل أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم ودخل في ذلك النصارى وغيرهم أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضررا ولا نفعا أي لا يقدر على دفع ضر عنكم ولا إيصال نفع إليكم والله هو السميع العليم أي السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء فلما عدلتم عنه إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضررا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه ثم قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في بينكم غير الحق أي لا تجاوز الحد في اتباع الحق ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية كما صلعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله وما ذاك إلا لقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قال وقد كان قائم قام عليهم فأخذ بالكتاب والسنة زمانا فأتاه الشيطان فقال إنما تركت أثرا أو أمرا قد عمل قبلك فلا تحمد عليه ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك وادعو إليه واجبر الناس عليه ففعل ثم اتذكر بعد فعله زمانا فأراد أن يتوب منه فخلع سلطانه وملكه وأراد أن يتعبد فلبس في عبادته أياما فأتي فقيل له لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك ولكن ضل فلان وفلان في سبيلك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة فكيف لك بهداهم فلا توبة لك أبدا ففيه سمعنا وفي أشباهه هذه الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتعلون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام وعلى لسانه إيسى بن مريم بسبب أصيانهم لله واعتدائهم على خلقه قال العوفي عن ابن عباس لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم فقال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس لبئس ما كانوا يفعلون أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم ثم ذنهم على ذلك ليحضر أن يركب مثل الذي ارتكبوه فقال لبئس ما كانوا يفعلون ثم ذنهم على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي ارتكبوه فقال لبئس ما كانوا يفعلون وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزي حدثنا شريك بن عبد الله عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بن إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم قال يزيد وأحسب بقال في أسواقهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم بضعف ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرى فقال أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغبي فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون ثم قال كلا كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو تقصرنه على الحق قصرا وكذا رواه التلمذي وابن ماجة من طريق علي بن بذيمة به وقال التلمذي حسن غريب ثم رواه هو وابن ماجة عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة مرسلا وقال ابن أبي حاتل حدثنا أبو سعيد الأشد وهارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمر بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه عن الذنب نهى عنه تعذيرا فإذا كان من الغد لم يمنعه لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريكه وفي حديث هارون وشريبه ثم اتفقوا في المتن فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا أو لأضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم كما لعنهم والسياخ لأبي سعيد كذا قال في رواية هذا الحديث وقد رواه أبو داود أيضا عن خلق بن هشام عن أبي شهاب الخياط عن العلاء بن المسيب عن عمر بن مرة عن سالم وهو ابن عجلان الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ثم قال أبو داود كذا رواه خالد عن العلاء عن عمر بن مرة به ورواه المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمر بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن العلاء بن المسيب عن عمر بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام قد تقدم حديث جاب عند قوله لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار وسيأتي عند قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم حديث أبي بكر الصديق وأبي فعلبة الخشني فقال الإمام أحمد حدثنا سليمان الهاشمي أنبأنا إسماعيل بن جعفر أخضرني عمر بن أبي عمر عن عبد الله بن عبد الرحماه الأشهلي عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ ورواه التنذي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر بن ماجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعب عن عمر بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروا عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالمعروف ينهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم تفرد به وعاصم هذا مجهول وفي الصحيح من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم وعن طارق بن شهاد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وقال الإمام أحمد حدثنا بن عمير حدثنا سيف هو ابن أبي سليمان سمعت عدي بن عدي الكندي يحدث عن مجاهد قال حدثني مولا لنا أنه سمع جدي يعني عدي بن عميرة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة ثم رواه أحمد عن أحمد بن الحجاج عن عبد الله بن المبارك عن سيف بن أبي سليمان عن عيسى بن عدي الكندي حدثني مولا لنا أنه سمع جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره هكذا رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين قال أبو داود حدثنا أبو العلاء حدثنا أبو بكر حدثنا المغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرس يعني ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة فأنكرها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها تفرد به أبو داود ثم رواه عن أحمد بن يونس عن أبي شهاب عن مغيرة بن زياد عن عدي بن عدي مرسلا وقال أبو داود حدثنا سليمان بن حرب وحفظ بن عمر قال حدثنا شعبة وهذا لفظه عن عمر ابن مرة عن أبي الوحتري قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال سليمان حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يؤذروا أو يعذروا من أنفسهم وقال ابن ماجة حدثنا عمران بن يوسى حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد ابن جدعان عن أبي مضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه قال فبكى أبو سعيد وقال قد والله رأينا أشياء فهبنا وفي حديث إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه وقال ابن ماجة حدثنا راشد بن سعيد الرملي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى عرض له فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل فسكت عنه فلما رم الجمرة الثانية سأله فسكت عنه فلما رم جمرة الأقبة ووضع رجله في الأرض ليركب قال أين السائل قال أنا يا رسول الله قال كلمة حق تقال عندبي سلطان جائر تفرد به وقال ابن ماجة حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مرة عن أبي البحتري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدكم نفسه قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه قال يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا كذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى تفرد به وقال أيضا حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا يحيو بن سعيد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة حدثنا نهار العبدين أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يسأل العبد وعمل قيامة حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره فإذا لقنا الله عبدا حجته قال يا ربي رجوتك وفرقت الناس تفرد به أيضا ابن ماجه وإسناده لا بأس به وقال الإمام أحمد حدثنا عمر بن عاصم عن حماد بن سلمة عن علي بن زي عن الحسن عن جندب عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه قيل وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعا عن محمد بن بشار عن عمر بن عاصم به وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاوم مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة المائدة لابن كثير وقال ابن ماجه حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا زيد بن يحيا ابن عبيد الخزاعي حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا أبو معبد حفص بن غيلان الرعيمي عن مكحول عن أنس ابن مالك قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالكم قال زيد تفسير معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالكم إذا كان العلم في الفساق تفرد به ابن مادة وسيأتي في حديث أبي سعلبة عند قوله لا وضبكم من ضل إذا اهتديتم شاهد لهذا إن شاء الله تعالى وبه الثقة وقوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا قال مجاهد يعني بذلك المنافقين وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالات المؤمنين التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسقطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم ولهذا قال أنسخط الله عليهم وفسر بذلك ما ذنهم به ثم أخبر عنهم أنهم في العذاب قامدون يعني يوم القيامة قال ابن أبي حاتل حدثنا أبي حدثنا نشام ابن عمار حدثنا مسلم ابن علي عن الأعمش بإسناد ذكره قال يا معشر المسلمين إياكم والزنا فإن فيه ستة خصال ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة فأما التي في الدنيا فإنه يذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر وأما التي في الآخرة فإنه يوجب سخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أنسخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون هكذا ذكره ابن أبي حاتل وقد رواه ابن مردويل من طريق هشان بن عمار عن مسلم عن الأعمش عن شقيق عن حضيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وساقه أيضا من طريق سعيد بن عفير عن مسلم عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش عن شقيق عن حضيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وهذا حديث ضعيف على كل حال والله أعلم وقوله تعالى وَلَوْ كَانُوا مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَا أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعادات المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه ولكن كثيرا من المفاسقون أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآيات وحيه وتنزيله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقررهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم القسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون يقولون ربنا آمنا فكفتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات تبري من تحتها الأنهار قالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضروا لحاهم وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآيات مدنية وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة وقال سعيد بن جبي والسدي وغيرهما نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ويرعوا صفاته فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشي فأخضروه قال السدي فهاجر النجاشي فمات بالطريق وهذا من إفرار السدي فإن النجاشية مات وهو ملك الحبشة أعصى الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات وأخبر به أصحابه وأخبر أنه مات بأرض الحبشة ثم اختلف في عدة هذا الوفد فقيل 12 سبعة قساوسة وخمسة رهابين وقيل بالعكس وقيل خمسون وقيل بضع وستون وقيل سبعون رجلا فالله أعلم وقال عطاء ابن أبي رباح هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قادم عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين وقال قتادة هم قوم كانوا على دين عيسى بن مريم فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا واختار مجرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو غيرها فقوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد وجحود ومباهة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة وسموه وسحروه وأنه عليه أشباههم من المشركين عليهم لعائم الله المتتابعة إلى يوم القيامة قال الحافظ أبو بكر ابن مردويه عند تفسير هذه الآية حدثنا أحمد بن محمد بن السري حدثنا محمد بن علي بن حبيب الرقي حدثنا علي بن سعيد العلاف حدثنا أبو النضر عن الأشجعي عن سفيان عن يحيى بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا وهودي بمسلم قط إلا هم بقتله ثم رواه عن محمد بن أحمد ابن إسحاق العسكري حدثنا أحمد بن سهل ابن أيوب الأهوازي حدثنا فرد بن عبيب حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا يهودي بمسلم إلا حدثته نفسه بقتله وهذا حديث غريب جدا وقوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية وفي كتابهم من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر وليس القتال مشروعا في ملتهم ولهذا قال تعالى ذلك لأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أن يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم وأحدهم قسيس وقس أيضا وقد يجمع على قسوس والرهبان جمع راهب وهو العابد اشتق من الرهبة وهي الخوف كراكب ورقبان وفارس وفرسان قال ابن جبير وقد يكون الرهبان واحدة وجملة رهابين مثل قربان وقرابين وجرذان وجرابين وقد يجمع على رهابنا ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحدة قول الشاعر لو أعينت رهبان بير في القلل لم حضر الرهبان يمشي ونزل وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا بشر بن آدم حدثنا نصير بن أبي الأشعز حدثني الصلاة الدهان عن جاثمة ابن رئاب قال سألت سلمان عن قول الله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا فقال دعا القسيسين في البيع والخرب أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن مضير بن زياد الطائب عن صلت الدهان عن جاثمة بن رئاب عن سلمان به وقال ابن أبي حاتم ذكره أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الخامي حدثنا مضير بن زياد الطائب حدثنا صلت الدهان عن جاثمة بن رئاب قال سمعت سلمان وسئل عن قوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا فقال هم الرهبان الذين هم في الصوامع والخرب فدعوهم فيها قال سلمان وقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم قسيسين فأقرأني ذلك بأنهم صدقين ورهبانا فقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنساء فقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق أي مما عندهم من البشارة لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ربنا آمننا فاكتبنا مع الشاهدين أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به وقد رأى النسائي عن عمر بن علي الفلاس عن عمر بن علي ابن مقدم عن شام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبي قال نزلت هذه الآية في النجاشية في أصحابه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وراء ابن أبي حاتم ابن مردوي والحاكم فيه مستدركه من طريق سماك عن أكرمة عن ابن عباس في قوله فاكتبنا مع الشاهدين أي مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته هم الشاهدون يشهدون لنبيهم صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ ولرسل أنهم قد بلغوا ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال التظراني هدفنا أبو شبيل عبد الله ابن عبد الرحمن ابن واقل هدفنا أبي هدفنا العباس ابن الفضل عن عبد الجبار ابن نافع الضبي عن قتادته وجعفر ابن إياس عن سعيد ابن جبيل عن ابن عباس في قول الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم قال إنهم كانوا كالرابين يعني فلاحين قدموا مع جعفر ابن أبي طالب من الحبشة فلما قرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم فقالوا لن ننتقل عن ديننا فأنزل الله ذلك من قولهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وهذا الصنف من المصارى هم المذكورون في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية وهم الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب من قبل من يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل المسلمين إلى قوله لا نرتع لجاهنين ولهذا قال تعالى ما هنا فأثار من الله بما قالوا جنات تجريهم تحتها الأنهار أي فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكفين فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون وذلك جزاء المحسنين أي في اتبارهم الحق من قيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتها أي جحدوا بها وخالفوها أولئك أصحاب الجحيم أي هم أهلها والداخلون فيها يا أيها الذين آمنوا لا تحبنوا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنت كو به مؤمن قال علي ابن أبي طلح عن ابن عباس نزلت هذه الآية في رفط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقطع مذاكرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني رياه ابن أبي حات وراء ابن مردوه من طريق الأوفي عن ابن عباس نحو ذلك وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أكل اللحمة فقال بعضهم لا أتزول النساء وقال بعضهم لا أنام على فراش فذلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأكل اللحمة وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني وقال ابن أبي حاتب حدثنا أحمد ابن عصام الأنصاري حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد عن عثمان يعني ابن سعيد اخبرني أكرمته عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت للنساء وإني حرمت علي اللحمة فنزلك يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وكذا رواه الترمذي وابن جرير جميعا عن عمر ابن علي الفلاس عن أبي عاصم النبي به وقال حسن الغريب وقد روي من وجه آخر مرسلا وروي موقوفا على ابن عباس فالله أعلم وقال سفيان الثوري ووكيع عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالسوب إلى أجل ثم قرأ ثم قرأ عبد الله الله أعلم الله أعلم وقال الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمر بن شرحتين قال جاء معخل بن مقر إلى عبد الله بن مسعود فقال إني حرمت فراشي فتلى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحذموا طيبات ما أحل الله لكم الآية وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن مسعود فجيء بذر فتنحى رجل فقال له عبد الله أدنه فقال إني حرمت أن آكله فقال عبد الله أدن فطعم وكفر عن يمينك وتلى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية رواهن بن أبي حاتم وروا الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركه من طريق إصحاق بن راهويه عن جرير عن منصور به ثم قال على شرط الشيخين ولم يخرجاه ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن مهد اخبر من هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه أن عبد الله ابن رواحة أضافه ضيف من أهله وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فرجدهم لم يطعنوا ضيفهم انتظارا له فقال لامراته حدثت ضيفي من أجلي هو علي حرام فقالت امراته هو علي حرام وقالت ضيف هو علي حرام فلما رأى ذلك وضع يده وقال كنوا بسم الله ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الذي كان منهم ثم أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تحبتنوا طيبات ما أحمل الله لكم وهذا أثر منقطع وفي صحيح البخاري في قصة الصديق مع أضيافه شبيه بهذا وفيه وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضا ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة وذهب آخرون منه الإمام أحمد بن حنبل إلى من أحرم مأكلا أو مشربا أو ملبسا أو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين كما إذا التزم تركه باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد تحرمه على نفسه إلزاما له بملتزمه كما أفتى بذلك ابن عباس وكما في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحب ما أحمل الله لك تغتغي مرضاة أزوادك والله غفور رحيم ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الآية وكذلك ها هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير فالله أعلم وقال ابن جريد حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال أراد رجال منهم عثمان بن مضعون وعبد الله بن عمر أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح فنزلت هذه الآية إلى قوله واتقوا لنا الذي أنتم به مؤمنون قال ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالم المولى أبي حذيفة في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يؤكل ويلبسوا أهل السياحة من بني إسرائيل وهموا بالاختصاع وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحذنوا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المتدين يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين يريدوا ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما همه به من الاختصاع فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لأنفسكم حقا وإن لأعينكم حقا صوموا وأفطروا وصلوا وناموا فليس منا من ترك سنتنا فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة ولها شامل في الصحيحين من رواية عائشة هم من المؤمنين كما تقدم ذلك ولله الحمد والمنة وقال أسباط عن السبي في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما فذكر الناس ثم قام ولم يزدهم على التخويف فقال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عشرة منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون ما حقنا إن لم نحلس عملا فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم فحرم بعضهم أن يؤكل اللحم والودك وأن يأكل بالنهار حرم بعضهم النوم وحرم بعضهم النساء فكان عثمان بن مضعون لمن حرم النساء فكان لا يدن من أهله ولا يدنون منه فأتت امرأته عائشة رضي الله عنها وكان يقال لها الحولاء فقالت لها عائشة ومن عندها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك يا خولاء متغيرة اللون لا تنتشتين ولا تتطيبين فقالت وكيف أن تشت وأتطيب وما وقع علي زوجي وما رفع عني ثوبا منذ كذا وكذا قال فاجعلنا أضحكنا من كلامها فدخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا أضحك فقال ما يضحككن قالت يا رسول الله إن الخولاء سألتها عن أمرها فقالت ما رفع عني زوجي ثوبا منذ كذا وكذا فأرسل إليه فدعاه فقال ما لك يا عثمان قال إني تركته لله لكي أتخلى للعبادة وقص عليه أمره وكان عثمان قد أراد أن يجب نفسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك إلا رجعت فوقعت أهلك فقال يا رسول الله إني صائم فقال أفطر فأفطر وأتى أهله فرجعت الخولاء إلى عائشة وقد انتشفت واكتحلت وتطيبت فضحكت عائشة وقالت ما لك يا خولاء فقالت إنه أتاها أمس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم ألا إني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنكحوا النساء هو الرغب عني فليس مني فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا يقول لعثمان لا تجب نفسك فإن هذا هو الاعتداء وعمرهم أن يكفروا عن أيمانهم فقال لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان رواه بجرير وقوله تعالى فلا تعتدوا يحتمل أن يكون المراد منه ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحرين المباحات عليكم كما قاله من قاله من السلف ويحتمل أن يكون المراد كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال بل خذوا منه بقضي كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد فيه كما قال تعالى ركلوا واشربوا ولا تسرفوا الآية فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يكتروا وكان بين ذلك قالا فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجاف عنه لا إفراط ولا تفريط ولهذا قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ثم قال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا أي في حال كونه حلالا طيبا واتقوا الله أي في جميع أموركم واتبعوا طاعته ورضوانه وتركوا مخالفته وعسيانه الذي أنتم به مؤمنون من فضلك تابع بقية المائدة نتبع القراءة في تفسير سورة المائدة لابن كثير لا يؤاخركم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخركم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحذير رقبة فمن لم يدرف صيام ثلاثة أيام من ذلك كثارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آدين لعلكم تشكرون قد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد والمنة وأنه قول الرجل في الكلام من غير قص لا والله وبلا والله وهذا مذهب الشافعي وقيل هو في الهزل وقيل في المعصية وقيل على غلبة الظن وهو قول أبي حنيفة وأحمد وقيل في اليمين في الغضب وقيل في النسيان وقيل هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك واستدلوا بقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي بما صممتم عليه منها وقصدتموها فكفارته إطعام عشرة مساكين يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه وقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال ابن عباس سعيد بن جبير واكرمة أي من أعدل ما تطعمون أهليكم وقال عطاء الخراساني من أمثل ما تطعمون أهليكم قال ابن أبي حاتب حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي قال خبز ولبن وخبز وسم وقال ابن أبي حاتب بأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا سفيان بن عيين عن سليمان يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الرجل يقوت بعض أهلي يقوت دون وضع ضهن قوتا فيه سعى فقال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم أي من الخبز والزيت وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكية حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن عباس من أوسط ما تطعمون أهليكم قال من عسرهم ويسرهم وحدثنا عبد الرحمن ابن خلف الحمصي حدثنا محمد بن شعيد يعني ابن شابور وحدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن ليف بن أبي سلين عن عاصم الأحول عن رجل يقال له عبد الرحمن التميمي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من أوسط ما تطعمون أهليكم قال الخبز واللح والخبز والسم والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والخل وحدثنا علي بن حرب الموصري حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين عن ابن عمر في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال الخبز والسم والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والتمر ومن أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللح ورواه بن جرير عن هنناد وابن وكية كلاهما عن أبي معاوية ثم رواه بن جرير عن عبيدة والأسود وشريح القاضي ومحمد بن سيرين والحسن والضحاك وأبي رزين أنهم قالوا نحو ذلك وحكاهم بن أبي خاتم عن مكحول أهضار واختار ابن جرير أن المراد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أي في القلة والكثرة ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حسين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال يغذيهم ويعشيهم وقال الحسن ومحمد بن سيرين يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما زاد الحسن فإن لم يجد خبزا وسنا ولبنا فإن لم يجد خبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا قال آخرون يطعم كل واحد من العشرة نصفصاع من بر أو تمر ونحوهما فهذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبيل وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وأبي مالك والضحاك والحكم ومكحول وأبي قلابة ومقاتل بن حيان وقال أبو حنيفة نصف صاع بر وصاع مما عداه وقد قال أبو بكر بن مردويه هدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقاطي هدثنا عبيد بن الحسن بن يوسف هدثنا محمد بن معاوية هدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل ابن سخبرة ابن أبي عائشة لأمه هدثنا عمر بن يعلى عن المنهار بن عمر عن سعيد بن جبيل عن ابن عباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من ثمر وأمر الناس به ومن لم يجد فنصف صاع من بر ورواه بن ماجة عن العباس بن يزيد عن زياد بن عبد الله بالبكاء عن عمر بن عبد الله بن يعلي الثقافي عن المنهار بن عمر به لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفه وذكروا أنه كان يشرب الخمر وقال الدار قطني متروك وقال ابن أبي حاتم هدثنا أبو سعيد الأشج هدثنا ابن إدريس عن داود يعني ابن أبي هند عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال مد من بر يعني لكل مسكين ومعه إدامه ثم قال وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيد ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي الشعثاء والقاسم وسالم وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والحسن ومحمد بن سيرين والزهري نحو ذلك لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم الآية وقال الشافعي الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرب للأدم واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بأن يطعم ستين مسكينة من مكتل يسع خمسة عشر صاعة لكل واحد منهم مد وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك وقال أبو بكر بن مردويل حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري حدثنا محمد بن إسحاق السراج حدثنا قتيبة بن مسعيد حدثنا النضر بن زرارة الكوفي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مد من حنطة بالمد الأول إسناده ضعيف لحال النضر بن زرارة ابن عبد الأكرم الدهني الكوفي نزيل بلخ قال فيه أبو حاتم الرازي هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد وذكره ابن حدان في السقات وقال روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة فالله أعلم ثم إن شيخه العمري ضعيف أيضا وقال أحمد بن حمد الواجب مد من در أو مدان من غيره فالله أعلم وقوله تعالى أو كسوتهم قال الشافعي رحمه الله لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراوين أو إزار أو أمانة أو مقنعة أجزاءه ذلك واختلف أصحابه في القلنسوة هل تجزئ أم لا على وجهين فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجاجا بما رواه بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن أبيه قال سألت عمران بن الحسين عن قوله أو كسوتهم قال لو أن وفدا قدموا على أميركم فكسام قلنسوة قلنسوة قلتم قد كثوا ولكن هذا إسناد ضعيف لحال محمد بن الزبير هذا والله أعلم وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسفرائيين في الخف وجهين أرضا والصحيح عدم الإجزاء وقال مالك وأحمد بن حمد تابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلى فيه إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه الله أعلم وقال العوفي عن ابن عباس عباءة لكل مسكين أو شملة وقال مجاهد أدناه ثوب وأعلاه ما شئت وقال ليث عن مجاهد يجزئ في كثارة اليمين كل شيء إلا التبان وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو مالك ثوب ثوب وعن إبراهيم النخعي أيضا ثوب جان كالملحفة والرداء ولا يرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعا وقال الأنصاري عن أشعث عن ابن سيرين والحسن ثوبان ثوبان وقال الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيد أمامه يلف بها رأسه وعباءه يلتحف بها وقال ابن جرير حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أبي موسى أنه حلف على يمين فكسى ثوبين من معقدة البحرين وقال ابن مردويه حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن المعلم حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن مقاتل بن سليمان عن أبي عثمان عن أبي عياض عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أو كسوتهم قال عباءة لكل مسكين حديث غريب وقوله أو تحريه ورقبه أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة وقال الشافعي وآخرون لابد أن تكون مؤمنة وأخذ تقيدها بالإيمان من كفارة القكل لاتحاد الموجد وإن اختلف السبب ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطئ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عبق رقبه وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة الحديث بطوله فهذه خصار ثلاث في كفارة اليمين أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع وقد بدأ بالأسهل فالأسهل فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة كما أن الكسوة أيسر من العدق فتلقى فيها من الأدنى إلى الأعلى فإن لم يقدر المكلف على واحد من هذه ارتصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام كما قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ورى ابن جرير عن سعيد بن جبيل والحسن البصري أنه ما قال من وجد ثلاثة دراهن لزمه الإطعام وإلا صام وقال ابن جرير حاكيا عن بعض متأخر متفقهة زمانه إنه جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف فيه لمعاشه ومن الفضل عن ذلك ما يكثر به عن يمينه ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت أياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين واختلف الأولماء هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق قولان أحدهما لا يجب وهذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان وهو قول مالك لإطلاق قوله فصيام ثلاثة أيام وهو صادق على المجموعة والمفرقة كما في قضاء رمضان لقوله فعدة من أيام أخر ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وضوغ التتابع كما هو قول الحنفية والحنابلة لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤونها فصيام ثلاثة أيام متتابعات خوال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها فصيام ثلاثة أيام متتابعات وحكاها مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود وقال إبراهيم في قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات وقال الأعمش كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل أن يكون خبر واحد أو تفسيرا من الصحابة وهو في حكم المرفوع وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن جعفر الأشعري حدثنا الهيثم بن خالد القرشي حدثنا يزيد بن قيس عن إسماعيل بن يحيا عن ابن ذريج عن ابن عباس قال لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة يا رسول الله نحن بالخيار قال أنت بالخيار إن شئت أعتقت وإن شئت كسوت وإن شئت أطعمت فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات وهذا حديث غريب جدا وقوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم أي هذه كفارة اليمين الشرعية واحفظوا أيمانكم قال ابن جليل معناه لا تتركوها بغير تكفير كذلك يبين الله لكم آياته أن يوضحها ويفسرها لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فلتهبوه لعدلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم تنون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البناغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب لي محسنوا يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن طعاة الخمر والميسر وهو القمار وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال الشطرند من الميسر رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عيسى بن مرحوم عن حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليهم به وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن ليف عن عطاء ومجاهد وطارس قال سفيان أو اثنين منهم قالوا كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز وروي عن راشد بن سعد وضمره ابن حبيب مثله وقال حتى الكعابة والجوزة والضيض التي تلعب بها الصبيان وقال موسى بن أقبة عن نافع عن ابن أمر قال الميسر هو القمار وقال الضحاق عن ابن عباس قال الميسر هو القمار كان يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة وقال مالك عن داود بن الحسين أنه سنع سعيد بن المسيب يقول كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشات والشاتين وقال الزهري عن الأعرج قال الميسر الضرب بالقداح على الأموال والصمار وقال القاسم بن محمد كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر رواهن بن أبي حاتم وقال بن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الزيابي حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذه الكعابة الموسومة التي يزجر بها زجر فإنها من الميسر حديث غريب وكأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد الحديث به في صحيح مسلم عن بريدة ابن الحصيد الأسلمي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما سبغ يده في لحم خنزير ودمه وفي موطأ مالك ومسند أحمد وسنمي أبي داود وابن ماجة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ورئي موقوفا عن أبي نوسى من قوله فالله أعلم وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا الجعي عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الرحمن سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يلعاب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوبع بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر إنه شر من النرد وتقدم عن علي أنه قال هو من الميسر ونص على تحليمه مالك وأبو حنيفة وأحمد وكرهه الشافعي رحمهم الله تعالى وأما الأنصاب فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبيل والحسن وغير واحد هي حجارة كان يذبحون قرابينهم عندها وأما الأزلام فقالوا أيضا هي قداح كان يستقسمون بها رواه ابن أبي حاتل وقوله تعالى رجس من عمل الشيطان قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس أي سخط من عمل الشيطان وقال سعيد بن جبيل إثم وقال زيد ابن أسلم أي شر من عمل الشيطان فلتنبوه الضمير عائد على الرجس أي تركوه لعلكم تفلحون وهذا وهذا ترغيب ثم قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وهذا تهديد وترهيب ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر قال الإمام أحمد حدثنا شريح حدثنا أبو معشر عن أبي مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال حرمت الخمر ثلاث مرات قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأنزل الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ما إسم كبير ومنافع للناس إلى آخر الآية فقال الناس ما حر بما علينا إلا ما قال فيهما إسم كبير ومنافع للناس وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوما من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب فخلط في قراءته فأنزل الله آية أغلب منها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مغرب ثم أنزلت آية أغلب منها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فلتنبوه لعلكم تفلحون قالوا انتهينا ربنا وقال الناس يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على سرفهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو حد ما عليهم لتركوه كما تركتم انفرد به أحمد وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافية فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والمن سرقل فيهما إثم كبير فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافية فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال حي على الصلاة نادى لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرأت فقال اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافية فنزل في الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ قول الله تعالى فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا انتهينا وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عمر بن عبد الله السبيعي وعن أبي ميسرة واسمه عمر بن شرحبيل الهمدامي عن عمر به وليس له عنه سواه قال أبو زرعة ولم يسمع منه وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل وقال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن بش حدثنا عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز حدثني نافع عن ابن عمر قال نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب حديث آخر قال أبو داود الطيالسي حدثنا محمد بن أبي حميد عن المصري يعني أبا طعمة قارئ مصر قال سنعت ابن عمر يقول نزلت في الخمر ثلاث آيات فأول شيء نزل يسألونك عن الخمر والميسر الآية فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى قال فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة فسكت عنهم ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فلتنهوا الآيتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يصر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة المائدة لابن كثير حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن القاقاء بن حكيم أن عبد الرحمن ابن وعلى قال سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان أما علمت أن الله حرمها فأقبر الرجل على غلامه فقال اذهب فبيعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان بماذا أمرته فقال أمرته أن يبيعها قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها فأمر بها فأفرغت في البطخاء رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم ومن طريق ابن وهب أيضا عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد كلاهما عن عبد الرحمن ابن وعلى عن ابن عباس به ورواه النسائي عن قتيبة عن مالك به حديث آخر قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن شهر ابن حوشب عن تمين الداري منه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام قاوية من خمر هامش في هذا أن تميما أسلم سنة تسع من الهدرة وقد حرمت الخمر سنة ثمان كما استظهره الحافظ في الفتح انتهى فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بها فلما رأاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وقال إنها قد حرمت بعدك فقال يا رسول الله فأبيعها وانتفع بثمنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم شحوم البقر والغنم فأذبوه واباعوه والله حرم الخمر وثمنها وقد رواه أيضا الإمام أحمد فقال حدثنا روح حدثنا عبد الحميد ابن بهرام قال سمعت شهر ابن حوشب قال حدثني عبد الرحمن ابن غنم أن الداري كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر فلما كان عام حرمت جاء براوية فلما نظر إليه ضحك فقال أشعرت أنها قد حرمت بعدك فقال يا رسول الله ألا أبيعها وأن تفعوا بثمنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما حدم عليهم من شحم البقر والغنم فأذبوه فباعوه إنه ما يأكلون وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئتك بشرار طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كيسان إنها قد حرمت بعدك قال فأبيعها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها قد حرمت وحرم ثمنها فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهرقها حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحوى بن سعيد عن حميد عن أنس قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفر من أصحابه عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ منهم فأتى آت من المسلمين فقال أما شعرتم أن الخمر قد حرمت فقالوا حتى ننظر ونسأل فقالوا يا أنس اسكب ما بقي في إنائك فوالله ما عادوا فيها وما هي إلا التمر والبس وهي خمرهم يومئذ أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن أنس وفي رواية حمد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنت ساقي القرم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ البس والتمر فإذا منادي ينادي قال اخرج فانظر فإذا منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فجرت في سكك المدينة قال فقال لي أبو طلحة اخرج فأهرقها فهرقتها فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان وفلان وهي في بطونهم قال فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاعموا الآية وقال ابن جريب حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الكبير ابن عبد المجير حدثنا عباد بن راشد عن قتادة عن أنس بن مالك قال بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وأبي بجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط بصر وتم سمعتم نادي أن ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال وتوبع بعضنا واغتسل بعضنا وعصبنا من طيل أم سلين ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ربس من عمل الشيطان فجتنبوه إلى قوله فهل أنتم منتهون فقال رجل يا رسول الله فما ترى في من مات وهو أشربها فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاعموا الآية فقال رجل لقتادة أنت سمعته من أنس بن مالك قال نعم وقال رجل لأنس بن مالك أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أو حدثني من لم يكذب ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق اخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي تبارك وتعالى حرم الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا فرج بن فضالة عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن رافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على أمة الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين وزادني وزادني صلاة الوتر قال يزيد القنين البرابط تفرد به أحمد قال أحمد أيضا حدثنا أبو عاصم وهو النبي حبرنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الولي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام تفرد به أحمد أيضا حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنه ما سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعينة الخمر على عشرة أوجه لعينة الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكلوا ثمنها ورواه أبو داود وابن ماجة من حديثي وكيع به وقال أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن الهيعة حدثنا أبو طعمة سمعت ابن عمر يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد فخرجت معه فكنت عيمينه وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه فكان عيمينه وكنت عن يساره ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فإذا بزقاق على المربد فيه خم قال ابن عمر فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية قال ابن عمر وما عربت المدية إلا يومئذ فأمر بالزقاق فشقت ثم قال لعنة الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعطصرها وآكب ثمنها وقال أحمد حدثنا الحكم ابن نافع حدثنا أبو بكر ابن أبي مريم عن ضمره ابن حبيب قال قال عبد الله بن عمر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال أغض علي بها ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وأمر أصحابه أمر أصحابه الذين كانوا معي معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا ألد فيها زق خمر إلا شققته ففعلته فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته حديث آخر قال عبد الله بن وحد أخبرني عبد الرحمن ابن شريح وابن لهيعة والليف بن سعد عن خالد ابن زيد عن ثابت أن يزيد الخولاني أخبره أنه كان له عم يبيع الخمر وكان يتصدق قال فنهيته عنها فلم ينتهي فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس فسألته عن الخمر وثمنها فقال هي حرام وثمنها حرام ثم قال ابن عباس رضي الله عنه يا معشر أمة محمد إنه لو كان كتاب بعد كتابكم ونبي بعد نبيكم فأنزل فيكم كما أنزل في من قبلكم ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة ولا عمري لهو أشد عليكم قال ثابت فلقيت أب الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر فقال سأخبرك على الخمر إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فبينما هو محتب على حبوته ثم قال من كان عنده من هذه الخمر شيء فليأتنا بها فجعلوا يأتونه فيقول أحدهم عندي راوية ويقول الآخر عندي زق أو ما شاء الله أن يكون عنده فقال ومشيت عن يمينه وهو متكر علي فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه فأخرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلني عن شماله وجعل أبا بكر مكاني ثم لحقنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخرني وجعله عيساره فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس أتعرفون هذه قالوا نعم يا رسول الله هذه الخمر قال صدقتم ثم قال فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومؤتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها ثم دعا بسكين فقال اشحدوها ففعلوا ثم عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق بها الزقاق قال فقال الناس في هذه الزقاق منفعة فقال أجل ولكني إنما أفعل ذلك غضبا لله عز وجل لما فيها من سخطه فقال عمر أنا أكفيك يا رسول الله قال لا قال ابن وه وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث رواه البيهقي حديث آخر قال الحافظ أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو الحسين ابن بش أنبأنا إسماعيل ابن محمد الصفار هدفنا هدفنا محمد ابن عبيد الله المنادي هدفنا وهب ابن جريد هدفنا شعبة عن سماد عن مصحب ابن سعد عن سعد قال انزلت في الخمر أربع آيات فذكر الحديث قال وضع رجل من الأنصار طعاما فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا فقالت الأنصار نحن أفضل وقالت قريش نحن أفضل فأخذ رجل من الأنصار لحاجزور فضرب به أنف سعد ففزر وكانت أنف سعد مفزورة فنزلت إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون أخرجه مسلم من حديث شعبة حديث آخر قال البيهقي وأخبرنا أبو نصف ابن قتادة أنبأنا أبو علي الرفة حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال حدثنا ربيعة بن كلثون حدثني أبي عن سعيد بن جغير عن ابن عباس قال إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا فلما أنثمل القوم عبث بعضهم ببعض فلما أنصحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته فأقول صنع بي هذا أخي فلان وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائم فيقول والله لو كان بي رؤوفا رحيمة ما صنع بي هذا حتى وقعت الضغائم في قلوبهم فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والآن صاب والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان إلى قوله تعالى فهل أنتم ينتهون فقال أناس من المتكلفين هي رجس وفي بطن فلان هي وقد قتل يوم أحد فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاعموا إلى آخر الآية ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الرحيم صائقة عن حجاج بن منهال حديث آخر قال ابن جرير هدثني محمد بن خلف هدثنا سعيد بن محمد الحرمي عن أبي نميلة عن سلام مولى حفص أبي القاسم عن أبي بريدة عن أبيه قال بينا نحن قعود على شراب لنا ونحن على رملة ونحن ثلاثة أو أربعة وعندنا باطية لنا ونحن نشرب الخمر حل إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه إذ نزل تحريم الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى آخر الآيتين فهل أنتم منتهون فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم إلى قوله فهل أنتم منتهون قال وبعض القوم شربته في يده قد شرب بعضها وبقي بعض في الإناء فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام ثم صبوا ما في باطيتهم فقالوا انتهينا ربنا حديث آخر قال البخاري عدثنا صدقة ابن الفضل أخبرنا ابن عيين عن عمر عن جابر قال صبح أناس غدا تأحد الخمر فقتلوا من يومهم هامش صبح بالتجديد ولبه في كتاب المغازي اصطبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء والتصبيح الشرب في الصباح انتهى قال صبح أناس غدا تأحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها هكذا رواه البخاري في تفسيره من صحيحه وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا أحمد بن عبد حدثنا سفيان عن عمر بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول اصطبح ناس الخمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قتلوا شهداء يوم أحد فقالت اليهود فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم فأنزل فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ثم قال وهذا إسناد صحيح وهو كما قال ولكن في سياقه غرابة حديث آخر قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء ابن عازب قال لما نزل تحريم الخمر قالوا كيف بمن كان أشربها قبل أن تحرم فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية ورواه الترمذي عن بندار عن غندر عن شعبة به نحوه وقال حسن صحيح حديث آخر قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا جعفر بن حميد الكوفي حدثنا يعقوب القني عن إيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين فحمل منها بمال فقدم بها المدينة فلقيه رجل من المسلمين فقال يا فلان إن الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على تل وسجى عليها بأكسية ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بلغني أن الخمر قد حرمت قال أجل قال لي أن أردها على من اتعتها منه قال لا يصلح ردها قال لي أن أهديها إلى من يكافئني منها قال لا قال فإن فيها مالا ليتامى في حجري قال إذا أتانا مال البحرين فإننا نعوض أيتامك من مالهم ثم نادى بالمدينة فقال رجل يا رسول الله الأوائية ننتفع بها قال فحنوا أوكيتها فانصبط حتى استقرت في بطن الوادي هذا حديث غريب حديث آخر قال الإمام أحمد هدثنا وكيع هدثنا سفيان عن السدي عن أبي هبيرة وهو يحيى بن عباد الأنصاري عن أمس ابن مالك أن أبع طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام في حجره ورث خمرة فقال أهرقها قال أفل نجعلها حلة فقال لا قال لا ورواه مسلم أبو داود والترمذي من حديث الثوري به نحوه حديث آخر قال ابن أبي حاتم هدثنا أبي هدثنا عبد الله ابن رجاء هدثنا عبد العزيز ابن سلمة هدثنا هلال ابن أبي هلال عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عمر قال إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فلتنبوه لعلكم تفلحون قال هي في التوراة إن الله أنزل الحق يذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن والكبارات يعني البرابط والزمارات يعني به الدفة والتنابير والشعر والخمر مرة لمن طعمها أقسم الله بيمينه وعزته من شربها بعد ما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة ومن تركها بعد ما حرمتها لأسقينه إياها في حضيرة القدس وهذا إسناد صحيح حديث آخر قال عبد الله بن وهد اخبرني عمر بن الحارث أن عمر بن شعيب حدثهم عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقياه من تينة الخبال قيل ومعطينة الخبال قال عصارة أهل جهنم ورواه أحمد من طريق عمر بن شعيب حديث آخر قال أبو داود حدثنا محمد بن رافة حدثنا إبراهيم ابن عمر الصنعاني قال سمعت النعمان هو ابن أبي شيبة الجندي يقول عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا بخصت صلاته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يا رسول الله قال صديد أهل النار ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال تفرد به أبو داود حديث آخر قال الشافئي ورحمه الله أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة أخرجه أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك به وروا مسلم عن أبي الرضيع عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة حديث آخر قال ابن وه أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار أنه سمع سالم بن عبد الله يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمدمن الخمر والمنان بما أعطى ورواه النسائي عن عمر بن علي عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد العمري به وروا أحمد عن غندر عن شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر ورواه أحمد أيضا عن عبد الصمم عن عبد العزيز بن أسلم عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد به وعن مروان بن شجاع عن خصيف عن مجاهد به أيضا ورواه النسائي عن القاسم بن زكريا عن حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن سانم بن أبي الجعد ومجاهد كلاهما عن أبي سعيد به حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن منصور عن سانم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدن خمر ولا منان ولا ولد زني وكذا رواه عن يزيد عن همام عن منصور عن سالم عن جابان عن عبد الله بن عمر به وقد رواه أيضا عن هندر وغيره عن شعبة عن منصور عن سالم عن مبيت بن شريت عن جابان عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق والديه ولا مدن خمر ورواه النسائي من حديث شعبة كذلك ثم قال ولا نعلم أحدا تابع شعبة عن مبيت بن شريت وقال البخاري لا يعرف لجابان سماع من عبد الله ولا لسالم من جابان ولا نبيت وقد روي هذا الحديث من طريق مجاهد عن ابن عباس ومن طريقه أيضا عن أبي هريرة فالله أعلم وقال الزهري حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال سمية أثمان بن عفان يقول إذ تنب الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان ردل في من خلى قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعالقتهم رأة غوية فأرسلت إليه جاريتها أن تدعوه لشهادة فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر فسقته كأسا فقال تزيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فجتمب الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه رواه البيهقي وهذا إثناب صحيح وقد رواه أبو بكر ابن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر عن محمد ابن عبد الله ابن بزيع عن الفضيل ابن سليمان النميري عن عمر ابن سعيد عن الزهري به مرفوع والموقوف أصح والله أعلم من فضلك تابع بقية المائدة نتابع القراءة في تفسير سورة المائدة لابن كثير وله شاهد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وقال أحمد بن حمل حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس قال لما حرمت الخمر قال ناس يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاهموا إلى آخر الآية ولما حولت القبلة قال ناس يا رسول الله إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وقال الإمام أحمد حدثنا داود بن مهران الدباغ حدثنا داود يعني العطار عن أبي خيثم عن شهر بن حوشب عن أسماء بن تازي أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر لم يرضى الله عنه أربعين ليلة إن مات مات كافرا وإن تاب تاب الله عليه وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طيلة الخبال قالت يا رسول الله ومعطيلة الخبال قال صديد أهل النار وقال الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت ليس على النبين آمنوا وعملوا الصالحات جناحا فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم وهكذا رواه مسلم والتلمذي والنسائي من طريقه وقال عبد الله بن الإمام أحمد قرأت على أبي حدثنا علي بن عاص حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان هامش الكعبتان والكعبان القصان الذين يلعب بهما النرض والمراد بوسمهما ما فيهما من النقط التي يعرف بها الرابح والخاسر في الميسر انتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تسجران زجرا فإنهما ميسر العجم يا أيها الذين آمنوا لا يبلو أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغير فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الأليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام قال الوالبي عن ابن عباس قوله لا يبلغنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال هو الضعيف من الصيد وصغيره يبتل الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه وقال مجاهد تناله أيديكم يعني صغار الصيد وفراخه ورماحكم يعني كباره وقال مقاتل بن حيان انزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلى فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون ليعلم الله من يخافه بالغير يعني أنه تعالى يرتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهرا لتظهر طاعة من يطيع منهم في سبه أو جهره كما قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأدر كبير وقوله ها هنا فمن اعتدى بعد ذلك قال السدي وغيره يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم فنه عذاب أليم أي لمخالفته أمر الله وشرعه ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام ونهي عن تعاطيه فيه وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول ولو ما تولد منه ومن غيره فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها والجمهور على تحريم قتلها أيضا ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عره عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور وقال مانك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور فأخرجاه ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر مثله قال أيوب فقلت لنافع فالحية قال الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنامرة والفهد لأنها أشد ضارا منه فالله أعلم وقال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها واستأمس من قال بهذا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة ابن أبي لهب قال اللهم صلط عليه كلبك بالشام فأكله السبع بالزرقاء قالوا فإن قتل ما عداهن فداه كالضبع والثعلب والوبر هامش كذا في المكية وفي نسخة الأزهر وهر البر انتهى ونحو ذلك قال مالك وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها وصغار الملحق بها من السباع العوادي قال الشافعي يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه ولا فرق بين صغاره وكباره وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل وقال أبو حنيفة يقتل المحرم الكلب العقور والذئ لأنه كلب بري فإن قتل غيره ما فداه إلا أن يصول عليه سبع غيره ما فيقتله فلا فداء عليه وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح ابن حيي وقال زفر بن الهدي يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه وقال بعض الناس المراد بالغراب هاهنا الأبقع وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأدرع وهو الأسود والأعصم وهو الأبيض لما رواه النسائي عن عمر بن علي الفلاس عن يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلهن المحرم الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لبضه وقال مالك رحمه الله لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه وقال مجاهد بن جبر وطائفة لا يقتله بل يرميه ويروى مثله عن علي وقد رواه هشين حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يقتل المحرم فقال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل والترمذي عن أحمد بن منيع كلاهما عن هشين وبن ماجة عن أبي كريب وعن محمد بن فضي كلاهما عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف به وقال الترمذي هذا حديث حسن وقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علية عن أيوب قال نبئت عن طاوس أنه قال لا يحكم على من أصاب صيدا خطأا إنما يحكم على من أصابه متعمدا وهذا مذهب غريب عن طاوس وهو متمسك بظاهر الآية وقال مجاهد بن جب المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناسي لإحرامه فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذلك أمره أعظم ميئا يكفر وقد بطل إحرامه رواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبي نجيح وليس ابن أبي سليم وغيرهما عنه وهو قول غريب أيضا والذي عليه الجمهور أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء عليه وقال الزهري دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله ليذوقا بال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منها وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم وقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم قرأ بعضهم بالإضافة وقرأ آخرون بعطفها فجزاء مثل ما قتل من النعم وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأ فجزاؤه مثل ما قتل من النعم وفي قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي قال وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هدية والذي حكم بهم صحابة في المثل أولى بالاتباع فإنهم حكموا في النعمة ببدنه وفي بقرة الوحش ببقرة وفي الغزال بعنز وذكر قضايا الصحابة وأساني بها مقرر في كتاب الأحكام وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة رواه البيهقي وقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم أي أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير المثل عدلان من المسلمين واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد الحكمين على قولين أحدهما لا لأنه قد يتهم في حكمه على نفسه وهذا مذهب مالك والثاني نعم لعموم الآية وهو مذهب الشافعي وأحمد واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوما عليه في سورة واحدة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا جعفر هو ابن برقان عن ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكر فقال قتلت صيدا وأنا محرم فما ترى علي من الجزاء فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي بن كعب وهو جالس عنده ما ترى فيها قال فقال الأعرابي أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك فإذا أنت تسأل غيرك فقال أبو بكر وما تنكر يقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النام يحكم به ذاوى عدل منكم فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به وهذا إسناد جيد لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق ومثله يحتملها هنا فبين له الصديق الحكم برفق وتؤده لما رأاه أعرابيا جاهلا وإنما دواء الجهل التعليم فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العين فقد قال ابن جرير حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعي قال حدثنا وكيع ابن الجراح عن المسعودي عن عبد الملك ابن عمير عن قبيصة ابن جابر قال خرجنا حجاجة فكنا إذا صلينا الغدات اقتدنا رواحلنا فنتماشى نتحدث قال فبينما نحن ذات غدا إذ سنح لنا ضبي هامش سنح مر من اليمين إلى اليسار وبرح عكسه انتهى إذ سنح لنا ضبي أو برح فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ حشاه فركب ووضعه ميتا قال فعظمنا عليه فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقص عليه القصة فقال وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة يعني عبد الرحمن بن عوف فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه قال ثم أقبل على الرجل فقال أعمدا قتلته أم خطأ فقال الرجل لقد تعمدت رميه وما أردت قتله فقال عمر ما عراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ اعمد إلى شاه فاذبحها وتصدق بلحمها واستقئها بها قال فقمنا من عنده فقلت لصاحبي أيها الرجل عظم شعائر الله فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه اعمد إلى ناقتك فانحرها فلعل ذلك يعني أن يجزئ عنك قال قبيصة ولا أذكر الآية من سورة المائدة يحكم به ذوى عدل منكم فبلغ عمر مقالتي فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة قال فعلى صاحبي ضربا بالدرة أقتلت في الحرم وسفهت في الحق قال ثم أقبل علي فقلت يا أمير المؤمنين لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني فقال يا قبيصة بن جابر إني أراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة فإياك وعثرات الشباب ورى هشين هذه القصة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بنحوه ورواه أيضا عن حسين عن الشعبي عن قبيصة بنحوه وذكره مرسلة عن عمر ابن بكر ابن عبد الله المزني ومحمد ابن سيرين بنحوه وقال ابن جريد حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل أخبرني ابن جرير البجلي قال أصبت ضبيا وأنا محرم فذكرت ذلك لعمر فقال ايتي رجلين من إخوانك فليحكما عليك فأتيت عبد الرحمن وسعدا فحكما علي بتيس أعفر وقال ابن جرير حدثنا ابن وكية حدثنا ابن عيينة عن مخارق عن طارق قال أوطى أربد ضبيا فقتله هامش أربد اسم رجل انتهى فقتله وهو محرم فأتى عمر ليحكم عليه فقال له عمر احكم معي فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر ثم قال عمر يحكم به ذوى عدل منكم وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين كما قاله الشافعي وأحمد رحمهم الله واختلفوا هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم فيجب أن يحكم فيه ذوى عدل وإن كان قد حكم في مثله الصخابة أو يكتفى بأحكام الصخابة المتقدمة على قولين فقال الشافعي وأحمد يتبع في ذلك ما حكمت به الصخابة وجعلاه شرعا مقررا لا يعدل عنه وما لم يحكم فيه الصخابة يرجع فيه إلى عدلي وقال مالك وأبو حنيفة بل يجب الحكم في كل فرد فرد سواء وجد للصخابة في مثله حكم أم لا لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم وقوله تعالى هدي ينبالغ الكعبة أي واصلا إلى الكعبة والمراد وصوره إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة وقوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال أو قلنا بالتخير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي والمشهور عن أحمد رحمهم الله لظاهر أو بأنها للتخير والقول الآخر أنها على الترتيب فصورة ذلك أن يعبل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحمد وإبراهيم وقال الشافعي يقوم مثله من النعم لو كان موجودا ثم يشترى به طعام فيتصدق به فيصرف لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز واختاره واختاره ابن جرير وقال أبو حنيفة وأصحابه يطعم كل مسكين مدين وهو قول مجاهد وقال أحمد مد من حمطة أو مدان من غيره فإن لم يجد أو قلنا بالتخير صام عن إطعام كل مسكين يوما وقال ابن جرير وقال آخرون يصوم مكان كل صاع يوما كما في جزاء مترفته بالحلق ونحوه فإن الشارع أمر كعب بن عجرة أن يقسم فرقا بين ستة أو يصوم ثلاثة أيام والفرق ثلاثة آصع واختلفوا في مكان هذا الإطعام وقال الشافعي مكانه الحرم وهو قول عطاء وقال مالك يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه وقال أبو حنيفة إن شاء أطعم في الحرم وإن شاء أطعم في غيره ذكر أقوال السلف في هذا المقام قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما قال إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم فإن لم يجد نظر كم ثمنه ثم قوم ثمنه طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما قال الله تعالى أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما قال إنما أريد بالطعام والصيام فإنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه ورواه ابن جرير من طريق جرير فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه فإن قتل ربيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة فإن لم يجد أطعم عشرين مسكين فإن لم يجد صام عشرين يوما وإن قتل نعامة أو خمار وحش أو نحوه فعليه بدن من الإبل فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكين فإن لم يجد صام ثلاثين يوما رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وذاب الطعام مد مد يشبعهم وقال جابر الجعفي عن عامل الشعبي وعطاء ومجاهد أو عدل ذلك صياما قالوا إنما الطعام مد مد لمن لا يبلغ الهدي رواه ابن جريب وكذا رواه ابن جريج عن مجاهد وأصباط عن السده أنها على الترتيب وقال عطاء وعكرمة ومجاهد في رواية الضخاة وإبراهيم النخعي هي على الخيار وهي رواية ليس عن مجاهد عن ابن عباس واختار ذلك ابن جرير رحمه الله وقوله ليذوق وذال أمره أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق أقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة عفى الله عما سلف أي في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة المائدة ابن كثير ثم قال ومن عاد فينتقم الله منها أي ومن فعل ذلك بعد تحرينه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام قال ابن جريج قلت لعطاء ما عفى الله عما سلف قال قال عما كان في الجاهلية قلت وما ومن عاد فينتقم الله منه قال ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفار قال قلت فهل في العود من خد تعلمه قال لا قال قلت فترى حقا على الإمام أن يعاقبه قال لا هو بند أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل ولكن يفتدي أرواه بن جريج وقيل معناه فينتقم الله منه بالكفارة قاله سعيد بن جبير وعطاء ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيل وجب الجزاء ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمل وقال وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال من قتل شيئا من الصيل خطأ وهو محرم يحكم عليه فيه كل ما قتله فإن قتله عنده يحكم عليه فيه مرة واحدة فإن عاد يقال له ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل وقال ابن جريل حدثنا عمر بن علي حدثنا وحفى بن سعيد وابن أبي عدي جميعا عن هشام هو ابن حسان عن أكرمة عن ابن عباس في من أصاب صيد يحكم عليه ثم عاد قال لا يحكم عليه ينتقم الله منه وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي رواهن بن جريل ثم اختار القول الأول وقال ابن أبي حافي حدثنا العباس بن يزيد العبدي حدثنا المعتمر بن سليمان عن زيد بن المعلى عن الحسن البصري أن رجلا أصاب صيدا فتجوز عنه ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت تار من السماء فأخرقت فهو قوله ومن عاد فينتقي الله منه وقال ابن جبير في قوله والله عزيز ذو انتقام يقول عز ذكره والله منيء في سلطانه لا يكهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه ولا من عقوبة من أراد عقوبته مامع لأن الخلق خلقه والأمر أمر له العزة والمنعة وقوله من الانتقام إليه تحسرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والشهر الحرام والهدي والقنائد ذلك ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عنيم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور وخير ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما تغدون وما تكتون قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في رواية عنه وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله تعالى وحل لكم صيد البحر يعني ما يصطاد منه طريا وطعامه ما يتزود منه ملوحا يابسا وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه صيده ما أخذ منه حيا وطعامه ما لفظه ميتا وهكذا أروها عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النقعي والحسن البصري قال سوفيان بن غيينة عن عمر بن جينار عن أكرمته عن أبي بكر الصديق أنه قال طعامه كل ما فيه رواه بن جرير وابن أبي حاسم وقال ابن جرير حدثنا ابن ثميب حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك قال حدثت عن ابن عباس قال خطب أبو بكر الناس فقال وحل لكم طعامه متاعا لكم وطعامه ما قذف قال حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي مجنز عن ابن عباس في قوله فحل لكم صيد البحر وطعامه قال طعامه ما قذف قال أكرمة عن ابن عباس قال طعامه ما لفظ ما لفظ من ميته ورواه ابن جرير أيضا وقال سعيد بن المسيد طعامه ما لفظه حيا أو حسر عنه فمات رواه ابن أبي حاسم وقال ابن جرير هدثنا ابن بشار هدثنا عبد الوهاب حدثنا أيه عن نافع أن عبد الرحمن أن عبد الرحمن ابن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال إن البحر قد قذف خيتانا كثيرا ميت أفنأكلها فقال لا تأكلوها فلما رجع عبد الله إلى أهله أقضى المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى هذه الآية وطعامه متاعا لكم وللسيارة فقال اذهب فقل له فليأكله فإنه طعامه وهكذا اختار ابن جريب أن المراد بطعامه ما مات فيه قال وقد روي في ذلك خبر وإن بعضهم يرويه موقوفا هدثنا هنال ابن السرد قال هدثنا عبد ابن كليمان عن محمد ابن عمر هدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل لكم صيب البحر وطعامه متاعا لكم قال طعامه ما نفذه ميتا ثم قال وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة هدثنا هنال هدثنا ابن أبي زائدة عن محمد ابن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه قال طعامه ما نفذه ميتا وقوله متاعا لكم وللسيارة أي منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون وللسيارة وهم جم وسيار قال أكرمة لمن كان بحضرة البحر والسفر وقال غيره الطريج منه لمن يستاذه من خاضرة البحر وطعامه ما مات فيه أو استيد منه وملح وقد يكون زادا للمسافرين والنائين عن البحر وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم وقد استدل الجمهور على حل نيتته بهذه الآية الكريمة وبما رواه الإمام مالك ابن أنس عن ابن وه وابن كيسان عن جابر ابن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح وهم ثلاثمئة وأنا فيهم قال فقرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش جمع ذلك كله فكان مزواد ثمر قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى ثني فلم يكن يصيبنا إلا ثمر ثمر فقال فقد وجدنا فقدها حين فنيت قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الزرب فأكل منه ذلك الجيش ثمانية عشرة ليلة ثم أمر أبو عبيدة لضعين أضلاعه فمثبا ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم تثبهما وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر وفي صحيح مسلم من رواية أبو الزبي عن جابر فإذا على ساحل البح مثل الكثير الضخ فأتيناه فإذا بجابة يقال لها العنبر قال 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 أبو عبيدة ميتة ثم قال لا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطررتم فكلوا قال فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمئة حتى ثمنا ولقد رأيتنا نعترف من وقب عينيه بالقلال الدهن ويقتطع منه ويقتطع منه القدر كالثور قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينيه وأخذ ضلعا من أضواعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحته وتزودنا من لحمه وشارق فلما قبلنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم هل معكم من لحمه شيء فتطعمون قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله وفي بعض ريوات مسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة فقال بعضهم هي واقعة أخرى فقال بعضهم بل هي قضية واحدة ولكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة والله أعلم وقال مالك عن سفوان بن سلين عن سعيد بن سلم من آلي ابن الأزرق أن المغيرة ابن أبي بردة وهو من دني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا غيرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفن توضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التهور ماءه الحل ميتته وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع وصحفه البخاري والترنذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وقد رأى الإمام أحمد وأبو داود والترنذي وابن ماجة من طرق عن حماد بن سلمة حدثنا أبو المهزم ويزيد بن سفيان سمعت أبا هريرة يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد أو أمره فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربهن باسينا وسياطنا فنقتلهم فسكف في أيدينا فقلنا ما نسمع ونحن محرمون فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بصير البح أبو المهزم ضعيف والله أعلم وقال ابن ماجة حدثنا هارون بن عبد الله الجمال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زياد بن عبد الله عن علافة عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جابر وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراب قال اللهم أهل الكبارة وقتل صغارة وأفسد بيضة واقطع دابرة وخذ بأفواهه عن معايشنا وأعزاقنا إنك سميع الدعاء فقال خالد يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناب الله بقطع دابرة وقال إن الجرابة نطرة الحوت في البحر قال هاشم قال زياد فحدثني وراء الحوت ينفره تفرد به ابن ماذا وقد روى الشافعي عن فعيد عن ابن ذريج عن عطاء عن ابن عباس أنه أنكر على من يصيد الجرابة في الحرم وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ولم يستثني من ذلك شيئا وقد تقدم عن الصديق أنه قال طعامه كل ما فيه وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها لما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن نسائي من رواية ابن أبي ذئ عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيد عن أبي عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع وللنسائي عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح وقال آخرون يؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع واختلفوا فيما سواهما فقيل يؤكل سائر ذلك وقيل لا يؤكل وقيل ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وقد ورد حديث بنحو ذلك فقال ابن مردويه حدثنا عبد الباقي هو ابن قانع حدثنا الحسين بن إسحاق التستري وعبد الله بن موسى بن أبي عثمان قال حدثنا الحسين بن يزيد الطحان حدثنا حفص بن غياف عن ابن أبي الزبير عن جاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه ثم رواه من طريق إسماعيل ابن أمية ويحيا ابن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر به وهو منكر وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم ذكره وبحديث هو الطهور ماءه الحل ميتته وقد تقدم عيضا روى الإمام أبو عبد الله الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراب وأما الدمان فالكبد والطحال ورواه أحمد وابن ماجه والدار قطني والبيهقي وله شواهد وروي موقوفا والله أعلم وقوله وحرم عليكم صيد البد ما دمتم حرما أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاستياد ففيه دلالة على تحرين ذلك فإذا استوضى المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم أو مخطئا كرم وحرم عليه أكله لأنه في حقه كالميتة وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في أحد قوليه وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو سيف ومحمد بن الحسن وغيرهم فإن أكله أو شيئا منه فهل يلزمه جزاء ثاني فيه قولان للعلماء أحدهما نعم قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إن ذبحه ثم أكله فكفارتان وإليه ذهب طائفة والثاني لا جزاء عليه في أكله نص عليه مالك بن أنس قال أبو عمر ابن عبد البر وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أي حد فإنما عليه حد واحد وقال أبو حنيفة عليه قيمة ما أكل وقال أبو ثور إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه وحلال أكل ذلك الصيد إلا أنني أكرهه الذي قتله للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد البد لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم وهذا الحديث سيأتي بيانه وقوله بإباحته للقاتل غريب وأما لغيره ففيه خلاف قد ذكرنا المنع عن من تقدم وقال آخرون بإباحته لغير القاتل سواء المحرمون والمحلون لهذا الحديث والله أعلم وأما إذا صاد حلال صيبا فأهداه إلى محرم وقد ذهر ذاهبون إلى إذاحته المطلقة ولم يستفصل بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا حكى هذا القول أبو عمر ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في رواية وسعيد بن جبيل وبه قال الكوفيون قال ابن جريب حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بشر بن الفضل حدثنا سعيد عن قتادة أن سعيد بن المسيد حدثه عن أبي هريرة أنه سئل عن لح سيد صاده حلال أيأكله المحرم ولف أفتاهم بأكله ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره فقال لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك وقال آخرون لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية ومنعوا من ذلك مطلقا لعموم هذه الآية الكريمة وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس وعبد الكريم عن ابن أبي آسية عن طاوس عن ابن عباس أنه كره أكل الصيد للمحرم وقال هي مبهمة يعني قوله وحر بما عليكم صيد البدل ما دمتم حرما قال وأخبرني معمر عن الزهري عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحل الصيد على كل حال قال معمر وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله قال ابن عبد البر وبه قال طاوس وجابر ابن زيد وإليه ذهب الثوري وإسحاق ابن راهويه في رواية وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتاده عن سعيد بن المسيد أن علي كره أكل لحم الصيد للمحرم على كل حال وقال مارك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه في رواية والجمهور إن كان الحلال قد قصب المحرم لذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله لحديث الصعب ابن جثام أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بأدان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم هذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة قالوا فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك فأما إذا لم يقصده بالاستياد فإنه يجوز له الأكل منه لحديث أبي قتادة حين صاب حمار وحش وكان حلالا لم يحرم وكان أصحابه محرمين فتوقفوا في أكله ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها قالوا لا قال فكلوا وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة وقال الإمام أحمد حدثنا سعيد بن منصور وكتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمر بن أبي عمر عن المطلب بن عبد الله بن حمطن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال قال سعيد وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصب لكم وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة وقال الترمذي لا نعرف للمطلب سماعا من جابر ورواه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه من طريق عمر بن أبي عمر عن مولاه المطلب عن جابر ثم قال وهذا أحسن وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس وقال مالك رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غط وجنه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه قلوا فقال لأصحابه كلوا فقالوا أولا تأكل أنت فقال إني لست كهيئتكم إنما أصيد من أجلي هامش سقط من هذا الموضع تفسير الثلاث الآيات الثابع والتسعين والثامنة والتسعين والتاسع والتسعين وأترك لها بياض في النسخة المكية قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله أولي الألباب لعلكم تفلحون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُرْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُرْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَرِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَرِرِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك أي يا أيها الإنسان كثرة الخبيث يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار كما جاء في الحديث ما قل وكفى خير مما كفر ألها وقال أبو القاسم البغوي في معجمه حدثنا أحمد بن زهير حدثنا الحوطي حدثنا محمد بن شعيد حدثنا معان بن رفاعه عن أبي عبد الملك علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامه أن فعلقة بن حاطب الأنصاري قال يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني مالا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكرة خير من كثير لا تطيقه فاتقوا الله أولي الألباب أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة وتجنبوا الحرام ودعوه وقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون أي في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أَإِنْ تُبِدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ هذا تأذيب من الله تعالى لعباده المؤمنين ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد عن أحد شيئا إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر وقال البخاري حدثنا منذر بن الوليد ابن عبد الرحمن الجارودي حدثنا أبي حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط وقال فيها لو تعلموا ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين فقال رجل من أبي قال فلان فنزلت هذه الآية لا تسأل عن أشياء رواه النظر وروح ابن عبادة عن شعبة فقد رواه البخاري في غير هذا الموضع ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة ابن الحجاج به من فضلك تابع بقية المادة نتبع القراءة في تفسير سورة المائدة لابن كثير وقال ابن جريد حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم الآية قال فحدثنا أن أنس ابن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه حتى أحفوه بالمسألة فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال لا تسألون اليوم عن شيء إلا بيّنته لكم فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد خضر فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي فأنشأ رجل كان يلاحي فيدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي قال أبوك حذافة ثم قام عمر أو قال فأنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول عائدا بالله أو قال أعوذ بالله من شر الفتن قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرى في الخير والشرك اليوم قط صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط أخرجاه من طريق سعيد ورواه مأمر عن الزهري عن أنس بنحو ذلك أو قريبا منه قال الزهري فقالت أم عبد الله ابن حذافة ما رأيت ولدا أعق منك قط أكنت تأمن أن تكون أمك قط قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس فقال والله لو ألحقني بعبد أسود للاحقته فقال ابن جريب أيضا حدثنا الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا قيس عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر فقام إليه رجل فقال أين أبي قال في النار فقام آخر فقال من أبي فقال أبوك حذافة فقام عمر بن الخطاب فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وأبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما إنا يا رسول الله حديث وعهد بجاهلية وشرك والله أعلم من آباؤنا قال فسكم غضبه ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم الآية إسناده جيد وقد ذكر هذه القصة غرسلة غير واحد من السلف منهم أسباط عن السدي أنه قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم قال غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فقام خطيبا فقال سلوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أن بأتكم به فقام إليه رجل من قريش من دني سهم يقال له عبد الله بن حذافة وكان يطعن فيه فقال يا رسول الله من أبي فقال أبوك فلان فدعاه لأبيه فقام إليه عمر بن الخطاب فقبل رجله وقال يا رسول الله رضينا بالله رب وبك نبي وبالإسلام دين وبالقرآن إمام فاعفو عنا عفى الله عنك فإن يزل به حتى رضي فيومئذ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر قال البخاري حدثنا الفضل بن سهل حدثنا أبو النضر حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو الدويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي فأنزل الله فيهم هذه الآية آآ أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم حتى فرع من الآية كلها تفرد به البخاري وقال الإمام أحمد حدثنا منصور بن وردان الأسدي حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي عن أبي البخطهي وهو سعيد بن بيروز عن علي قال لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت فقالوا أفي كل عام فسكت قال ثم قالوا أفي كل عام فقال لا ولو كنت نعم لوجبت ولو وجب ولو وجبت لم استطعتم فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا تسألوا عن أشياء فإن تبذ لكم تسؤكم الآية وكذا رواه الترمذي وابن ماجة من طريق منصور بن وردان به وقال الترمذي غريب من هذا الوجه وسمعت البخارية يقول يقول أبو البخطري لم يدرك علي وقال ابن جريب حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن إبراهيم ابن مسلم الهجري عن ابن أياض عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا فقال من السائل فقال فلان فقال والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت عليكم ما أطقتموه ولو تركتموه لكفرتم فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم حتى ختم الآية ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين ابن واقد عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة وقال فقام نحصن الأسدي وفي رواية من هذا الطريق عكاشة ابن نحصن وهو أشبه وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف وقال ابن جرير أيضا حدثه زكري بن وحيا ابن أبان المصري حدثنا أبو زيد عبد العزيز أبي الغمر حدثنا ابن مطيع معاوية ابن يحيا عن صفوان بن عمر حدثه سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهري يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال كتب عليكم الحج فقام ردل من الأعراب فقال أفي كل عام قال فعال يا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكت وأغضب وأستغضب ومكث طويل ثم تكلم فقال من السائل فقال الأعرابي أنا ذا فقال ويحك ماذا يؤمنك أن أقول نعم والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لكفرتم أنا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض وحرمت عليكم منها موضع خف لوقعتم فيه قال فأنزل الله عند ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى آخر الآية في إثنابه ضعف وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءتها فالأولى الإعراض عنها وفركها وما أحسن الحبيث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا حجاج قال سمعت إسرائيل بن يونس عن الوليد بن أبي هاشم مولى الهمداني عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله سمى الله عليه وسلم لأصحابه لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصبر الحبيث وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث إسرائيل قال أبو داود عن الوليد وقال الترمذي عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي هاشم به ثم قال الترمذي غريب من هذا الوجه وقوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزلوا القرآن تبدى لكم أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لكم وذلك على الله يسير ثم قال عفى الله عنها أي عما كان منكم قبل ذلك والله غفور حليم وقيل المراد بقوله وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق وقد ورد في الحديث أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحضم من أجل مسألته ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها بيينت لكم حينئذ الاحتياجكم إليها عفى الله عنها أي ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفى عنه فسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وفي الحديث الصحيح أيضا إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها ثم قال تعالى قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين أي قد سأل هذه المسائل المنهية عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين أي بسببها أي بينت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الافترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد وقال العوصي عن ابن عباس في الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس فقال يا قوم كتب عليكم الحج فقام رجل من بني أسد فقال يا رسول الله أفي كل عام فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم وإذا لكفرتم فاتركوني ما تركتكم وإذا أمرتكم بشيء ففعلوا وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه فأنزل هذه الآية نهاهم أن يسألوا عن نفسي الذي سألت عنه النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين فنهى الله عن ذلك وقال لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليض ساءكم ذلك ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانة رواه ابن جبير فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم قال لما نزلت آية الحج نازى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فخدوا فقالوا يا رسول الله أعاما واحدا أم كل عام فقال لا بل عاما واحدا ولو قلت كل عام لوجبت ولو وجبت لكفرتم ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إلى قوله ثم أصبحوا بها كافرين رواه ابن جبير وقال خصيف عن مجاهد عن ابن عباس لا تسألوا عن أشياء قال هي البحيرة والوصيرة والسائبة والحام ألا ترى أنه قال بعدها ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا قال وأما عكرمة فقال إنهم كانوا يسألونه عن الآيات فنموا عن ذلك ثم قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافريين رواه ابن جبير يعني أكرمة رحمه الله أن المراد بهذا النهي عن سؤال وقواء الآيات كما سألت قريش أن يجذي لهم أنهار وأن يجعل لهم الصفا ذهبا وغير ذلك وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كثابا من السماء وقد قال الله تعالى وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةَ فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيْفَا فقال فعالا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا وحشرنا عليه كل شيء كبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكفرهم وهم يجهدون ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا رحيلة ولا حال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجبنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يفتدون أولى البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن فعد عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيد قال البخيرة التي يمنع درها للطواغيط فلا يحلبها أحد من الناس والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء قال وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمر بن عامر الخزاعي يدر تصبه في النار كان أول من سيّب السوائد والوصولة الناقة البكر تبكر في أول نتاز الإبل ثم تسمى بعض بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيط وأعصوه عن الحمل فلم يخمن عليه شيء وثموه الحام وكذا رواه نسلم والنسائي من حديث إبراهيم بن سعب له ثم قال البخاري وقال لي أبو اليمان أخبرنا شعيد عن الزهري قال سمعت سعيدا يخبر بهذا قال وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ورواه ابن الهاد عن ابن شهاد عن سعيد عن أبي هريرة ربي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم أراد البخاري أن يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاد بن بخت عن الزهري كما حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي في الأطراف وسكت ولم ينبه عليه وفيما قاله الحاكم ونظر فإن الإمام أحمد وآبا جعفر ابن جمير رواياه من حديث ليس بن سعر عن ابن الهاد عن الزهري نفسه والله أعلم ثم قال البخاري هدتنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني هدتنا خسان بن إبراهيم هدتنا يونس عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحكم بعضها بعضا ورأيت عمرا يدر قصبه وهو أول من سيل السوائل تخرج به البخاري وقال ابن جليل حدثنا هناك حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثر بني الجول يا أكثر رأيت عمرا بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أسبه برجل منك به ولا به منك فقال أكثر تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنك مؤمن وهو كافر إنه أول من إنه أول من غير دين إبراهيم وبحر البخيرة وسيّل السائبة وحمل حامي ثم رواه عن هناج عن عبده عن محمد بن عمر عن أبي شنم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه أو مثله ليس هذان طريقان في الكتب وقال الإمام أحمد حدثنا عمر بن مجمع حدثنا إبراهيم الهدري عن أبي الأحوى عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من سيّذ السوائب وعبد الأصمان أبو خزاعة عمر بن عامر وإني رأيته يجر أمعاءه في النار تفرد به أحمد من هذا الوجه قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيت يجن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أول من سيّذ السوائب وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام قالوا ومن هو يا رسول الله قال عمر بن لحي أخو بني كعب لقد رأيته يجر قصبه في النار تؤذي رائحته أهل النار وإني لأعرف أول من بحر البحائر قالوا ومن هو يا رسول الله قال رجل من بني مدلج كانت له ناقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما ثم شرب ألبانهما بعد ذلك فلقد رأيته في النار وهما يعضانه بأفواههما ويطعانه بأخفافهما فعمر هذا هو ابن لحي ابن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد درهم وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل فأدخل الأصنام إلى حجاز ودعا الرعاة من الناس إلى عبادتها والتقرب بها وشرع لهم هذه السرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا إلى آخر الآيات في ذلك فأما البخيرة فقال علي بن أبي طلحة علي بن عباس رضي الله عنهما هي الناقة إذا نتجت خمسة أضب نظر إلى الخان فإن كان ذكر زبحوه فأكله الرجال دون النساء وإن كان أنفا جدعوا آذانها فقالوا هذه بخيرة وذكر السبي وغيره قريبا من هذا وأما السائبة فقال مجاهد هي من الغنم نحو ما فسر من الزحيرة إلا أنها ما ولدت من ولد كان بينها وبينه ستة أولاد كانت على هيئتها فإذا ولدت السادة ذكرا أو ذكرين زبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم وقال محمد بن إسحاق السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجذب وضرها ولم يحنب لبنها إلا لضيف وقال أبو روق السائبة كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته سيب من ماله ناقة أو غيرها فجعلها للطواغيب فما ولدت من شيء كان لها وقال السبي كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عوفي من مرض أو كثر ماله سيب شيئا من ماله للأوثان فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة الجنية وأما الوصية فقال علي بن أبي طالب عن ابن عباس هي الشاه إذا نتجت سبعة أبط نظره إلى الثابة فإذا كان ذكر وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء وإن كان عنفا استحيوها وإن كان ذكرا وعنفا في بطن واحد استحيوهما وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا فواهد مؤبي حاتم وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيد ولا وصيلة قال فالوسيلة من الإبل كانت الناقة تبتكر بالأنفا ثم ففنت بأنفا فسموها الوصيلة ويقولون وصلت أنفين ليس بينهما ذكر وكانوا يجدعونها لطواغيتهم كذا روي عن الإيمان مالك بن آس ورحمه الله تعالى وقال محمد بن أطفاق الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين توأمين في كل بطن ثم يت الوصيلة وتركت فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دين الإناث وإن كانت ميتة اشتركوا فيها وأما الحام فقال العوفي عن ابن عباس قال كان الرجل إذا لقه فحله عشر في لحام فاتركوه وكذا قال أبو روك وقفاده وقال علي بن أبي طلقة عن ابن عباس وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا حما هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبر ولا ينعونه من حما رأي ومن حوض يشرب منه فإن كان الحوض لغير صاحبه وقال ابن وه سمعت مالك يقول أما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل فإذا انقضوا برابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية وقد ورد في ذلك حديث الرواهد من أبي خاتل من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأخوص الجسمي عن أبيه مالك ابني مضلة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من السواب فقال لي هل لك من مال؟ فقلت نعم قال من أي المال؟ قال فقلت من كل المال من الإبل والغنم والخيل والرقيق قال فإذا آتاك الله مالا فكثر عليك ثم قال تنتج إبلك وافية آذانها قال قلت نعم وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال فلعلك تأخذ النوثى فتقطع آذان طائفة منها وتقول هذه بحير فتشك آذان طائفة منها وتقول هذه خرم قلت نعم قال فلا تفعل إن كل ما آتاك الله لك حل ثم قال ما جعل الله بخيرة ولا سائبة ولا وقيلة ولا حان من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة المائدة لابن كثير أما البحيرة فهي التي يجدعون آذانها فلا يتنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها فإذا ماتت اشتركوا فيها وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها وأما الوصيلة فالشاة ترد ستة أبطن فإذا ولدت السابع جدعت وقطع قرنها فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع أو مهما وردت على حوض على حوض هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث وقد رويا من وجه آخر عن أبي إسفاق عن أبي الأحوص عوف بن مالك من قوله وهو أشبه قد رويا هذا الحديث عن الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء عمر بن عمر عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضله عن أبيه به وليس فيه تفسير هذه والله أعلم وقوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة ولكن المشركون افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وابعال عليهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك قال الله تعالى أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه فكيف يتبعونهم والحالة هذه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسل من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا قال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية يقول تعالى إذا ملعبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به وكذا روى الوالدي عنه وهكذا قال مقاتل ابن حيان فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم مخب على الإغراء لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون أي فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنة وقد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زهيء يعني بن معاوية حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قيس قال قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها على غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أي عمهم بعقابه قال أسمعت أبو بكر يقول يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب الإيمان قد روا هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل ابن أبي خالد به متصرا مرفوعا ومنهم من رواه عنه به موقوفا على الصديق وقد رجح رفعه الدار قطني وغيره وذكرنا طرطه والكلام عليه متولا في مسند الصديق رضي الله عنه وقال أبو إيسى الترمذي حدثنا شعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا عتبة بن أبي حكيم حدثنا عمر بن جارية اللخني عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا فعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية قال أية آية قلت قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضْرُكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ قال أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالْ بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعة وهو متبعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القاضي على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون كعملكم قال عبد الله بن المبارك وزاد غير أتبة قيل يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم قال بل أجر خمسين منكم ثم قال ترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك ورواه ابن ماجة وابن جليل وابن أبي حاتم عن عتبة ابن أبي حكيم وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحسن أن ابن مسعود رضي الله عنه سأله رجل عن قول الله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال إن هذا ليس بزمانها إنها اليوم مقبولة ولكنه قد يشك أن يأتي زمانها تأمرون فيسمع بكم كذا وكذا أو قال فلا يقبل منكم فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل الآية قال كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه فقال رجل من جلساء عبد الله ألا أقوم فآمرهما بالمعوف وأنهاهما عن المنكر فقال آخر إلى جنبه عليك بنفسك فإن الله يقول عليكم أنفسكم الآية قال فسمعها ابن مسعود فقال مه لم يجئ تأويل هذه بعد إن القرآن أنزل حيث أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم ومنه آل تأويلهن عند الساعة ما ذكر من الساعة ومنه آل يقع تأويلهن يوم الحساب ما ذكر من الحساب والجنة والنار فما دامت قلوبكم واحدة وأهواءكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم دأس باق فأمروا وانهوا وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم دأس باق فأمرؤ ونفسه وعند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية رواه ابن جريش وقال ابن جريش حدثنا الحسن ابن عرفة حدثنا شبابة ابن سوار حدثنا الربيع ابن صبيح عن سفيان ابن عقال قال قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى فإن الله قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال ابن عمر إنها ليست لي ولا لأصحابي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم وقال أيضا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وأبو عاصم قال حدثنا عوف عن سوار بن شبيب قال كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد في العين شديد اللسان فقال يا أبا عبد الرحمن نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسر عفيم وكلهم مجتهد لا يألو وكلهم ضغيب إليه أن يأتي دناءه إلا الخير وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك فقال رجل من القوم وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك فقال الرجل إني لست إياك أسأل وإنما أسأل الشيخ فأعاد على عبد الله الحديث فقال عبد الله لعلك ترى لا أذالك أني سأأمرك أن تذهب فتقتلهم عبهم وانههم وإن عصوك فعليك بنفسك فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم الآية وقال أيضا حدثني أحمد بن المقدان حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي حدثنا قتاده عن أبي مازم قال انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة فإذا قوم من المسلمين جلوس فقرأ أحدهم هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلي فقال أكثرهم لم يدئ تأويل هذه الآية اليوم وقال حدثنا القاسم حدثنا الحسن حدثنا بن فضالة عن مؤاوية بن صالح عن جبير بن نفير قال كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأصغر القوم فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقلت أنا أليس الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا تنزع آية في كتاب الله من القرآن لا تعرفها ولا تدري ما تأويلها فتمنيت أني لم أكن تكلمت وأقبلوا يتحدثون فلما خضر قيامهم قالوا إنك غلام حديث السن وإنك نزعت آية ولا تدري ما هي وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شحا مطاعا والله متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت وقال ابن جديد حدثنا علي بن سهل حدثنا ضمر بن ربيعة قال تل الحسن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال الحسن الحمد لله بها والحمد لله عليها ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جنبني منافق يكره عمله وقال سعيد بن مسيب إذا أمرت بالمعروف ونهيت على المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت رواه بن جريد وكذا روي من طريق سفيان الثوري عن أبي العميس عن أبي البختري عن حديفة مثله وكذا قال غير واحد من السلف وقال ابن أبي خاتل حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا ابن رهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن كعب في قوله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال إذا هدمت كنيسة دمشق فجعلت مسجدا وظهر لبس العصب فحينئذ تأويل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا خضر أحدكم الموت وحين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما تحبسونهما من دعب الصلاة فيقثمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقثمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجنها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدر قوم الفاسقين اجتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ رواه العوفي عن ابن عباس وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم إنها منسوخة وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله بن جرير بل هو مخكم ومن ادعى نفخه فعليه البيان فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان هذا هو الخبر هامش قوله هذا هو الخبر كذا بالنسخ التي بأيدينا فحضر انتهى هذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم فقيل تقديره شهادة اثنين حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان وقوله تعالى ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكون عدلين وقوله منكم أي من المسلمين قاله الجنهور قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله لو عدل منكم قال من المسلمين رواه ابن أبي حاتم ثم قال وروي عن عبيدة وسعيد بن المسيد والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل ابن حيان وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وغيرهم نحو ذلك قال ابن جريب وقال آخرون عنى ذلك ذوى عدل منكم أي من أهل الموسي وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدات غيرهما وقوله أو آخران من غيركم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عوف حدثنا عبد الواحد ابن زياد حدثنا حبيب ابن أبي عمره عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس في قوله أو آخران من غيركم قال من غير المسلمين يعني أهل الكتاب ثم قال وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيد ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النقعي وقتادة وأبي مجلز والسدين ومقاتل ابن حيان وعبد الرحمن ابن زيب ابن أشلم وغيرهم نحو ذلك وعلى ما حكاه ابن جديد عن عكلمة وعبيدة في قوله منكم أن المراد من قبيلة الموصي يكون المراد ها هنا أو آخران من غيركم أي من غير قبيلة الموصي ورابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهم الله وقوله تعالى إن أنتم ضررتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت وهذا لشرطان لجواز استشهاد الزنيين عند فقر المؤمنين أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية كما صرح بذلك شريح القاضي قال ابن جديد حدثنا عمر بن علي حدثنا أبو معاوية ووكية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر ولا تجوز في سفر إلا في الوصية ثم رواه عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال قال شريح فذكر مثله وهو نحوه عن الإمام أحمد بن خنبل رحمه الله تعالى وهذه المسألة من أفراده وخالفه الثلاثة فقالوا لا تجوز شهادة أهل الدمة على المسلمين وأجاذها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا وقال ابن جليل حدثنا عمر بن علي حدثنا أبو داود حدثنا صالح أبي الأخبر عن الزهري قال مضت السنة ألا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفر إنما هي في المسلمين وقال ابن زيد نزلت هذه الآية في ردل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام وذلك في أول الإسلام والأرض خرب والناس كفار وكان الناس يتوارثون بالوصية ثم نسقت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس بها فرواه ابن جليل وفي هذا نظر والله أعلم وقال ابن جليل اختلف في قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان زواعد لنكم أو آخر من غيركم هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما على قولين أحدهما أن يوصي إليهما كما قال محمد بن إسحاق عيزيد بن عبد الله بن قسيط قال سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تلكته وأشهد أشهد عليهما عدلين من المسلمين رواه ابن أبي حاتل وفيه انقطاع القول الثاني أنهما يكونان شاهدين وهو ظاهر سياق الآية الكريمة فإن لم يكن وصف وفالس معهما اجتمع فيهما الوصفان الوصاية والشهادة كما في قصة تميم الداري وعبي بن بداء كما سيأتي ذكرها آنفا إن شاء الله وبه التوفيق وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين قال لأن لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد وهذا لا يمنع الحكم الذي تطمنته هذه الآية الكريمة وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره فإذا قامت قريمة الغيبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة وقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة قال العوفي عن ابن عباس يعني صلاة العصر وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وأكرمة ومحمد بن سيرين وقال الزهري يعني صلاة المسلمين وقال السدي عن ابن عباس يعني صلاة أهل دينهما ورؤية عن عبد الرزاق عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة وأكذا قال إبراهيم وقتادة وغير واحد والمقصود أن يقام هذان الشهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرته فيقسمان بالله أي فيحلفان بالله إن ارتابتم أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما غانا أو غلا فيحلفان حينئذ بالله لا نشتري به أي بأيماننا قاله مقاتل ابن حيان ثمنا أي لا نعطاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة ولو كان ذا قربا أي ولو كان المشهود عليه قريبا لنا لا نحابيه ولا نكتم شهادة الله أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها وقرأ بعضهم ولا نكتم شهادة الله مجعورا على القسم رواها ابن جليل عن عامر الشعبي وحكي عن بعضهم أنه قرأها ولا نكتم شهادة الله والقراءة الأولى هي المشهورة إنا إذا لمن الآثمين أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية ثم قال تعالى فإن عثر على أنهما استحق إثما أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا ألغل شيئا من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما بذلك فآخران يقوما لما قام هما من الذين استحق عليهم الأوليان هذه قراءة الدمهور استحق عليهم الأوليان ورؤي عن علي وأبي والحسن البصري أنهم قرؤوها استحق عليهم الأولان وروا الحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبي عن عبي الله ابن أبي رافع عن علي ابن أبي طالب ربج الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من الذين استحق عليهم الأوليان ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه فقرأ بعضهم ومنهم ابن عباس من الذين استحق عليهم الأوليان وقرأ الحسن من الذين استحق عليهم الأولان حكاه بن جرير فعلى قراءة الجنهور يكون المعنى بذلك أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة مستحقين للتركة وليكون من أولى من يرث ذلك المال فوقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما أي لقولنا إنهما قاما أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة من فضلك تابع بقية المائدة نتابع القراءة في تفسير سورة المائدة لابن كثير وما تدينا أي فيما قلنا فيهما من الخيانة إنا إذا لمن الظالمون أي إن كنا قد كذبنا عليهما وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة فقال ابن أبي حاتل حدثنا أبي حدثنا الحسيم بن زياد حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي النظر عن بادام يعني أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب عن ابن عباس عن تنينة داري في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال برئ الناس منها غير وغير عدي ابن بداء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتي الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولا لبني سهل يقال له بدير ابن أبي مريم بتجارة معه معه جان من فده يريد به الملك وهو أعظم تجارته وهو أعظم تجارته فمرض فأوصى إليهما وعمرهما أن يبلغ ما ترك أهله قال تمين فلما مات أخذنا ذلك الجان فبعناه بألف درهم واقتصمناه أنا وعبي فلما قبلنا إلى أهله دفعنا إليهما كان معنا وفقدوا الجان فسألنا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره قال تمين فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فيخبوا عليه فأمرهم النبي أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف فنزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادته ماء فقال عمر بن العاص ورجل آخر منهم فحلف فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء فهكذا رواه أبو عيس الترمذي وابن جرير جلاهما عن الحسن بن أحمد ابن أبي شعيب الحرامي عن محمد بن سلمة عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به فذكره وعنده فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا فأمروا من يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف فأنزل الله هذه الآية إلى قوله أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فقام فقام عمر بن العاص ورجل آخر فحلف فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء ثم قال هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح وأبو النظر الذي رأى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكن أبو النظر وقد تركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير سمعت محمد بن إسماعيل يقول يقول محمد بن السائب الكلبي يكن أبو النظر المقال ولا نعرف لأبو النظر رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ قدروي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه هدفنا سفيان بن وكيع دفنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعديه بن بداء فنات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضه مخوصا بالذهب فأحلف هما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا الجام بمكة فقيل اشتغيناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلف بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم وفيهم نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية وكذا روام أبو داود عن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم به ثم قال الترميلي هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن أبي زائدة ومحمد ابن أبي القاسم الكوفي قيل إنه صالح الحديث وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم أكرمة ومحمد بن سيرين وقتاده وذكروا أن التحليف كان بعد صرات العصر رواه بن جبير وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر بن جرير حدثني عقوب حدثنا هشيب قال اخترنا زكريا عن الشعبين أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة في دقوق هذه قال فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب قال فقدم الكوفة فأتيا الأشعرية يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبراه وقدم الكوفة بتركته ووصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأحنفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير وإنها لوصية الرجل وتركته قال فأمضر شهادتهما ثم رواه عن عمر ابن عليه الفناس عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي أن أبا موسى قضى به وهذا مإسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري رضي الله عنه كان سنة تسع من الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام والله أعلم وقال 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 أصباط عن السدي في الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم قال هذا في الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين المسلمين على ماله وما عليه قال هذا في الحضر أو آخران من غيركم في السفر إن أنتم ضررتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي إليهنا ويدفع إليهما ميراخة فيقبلان به فيرضي أهل الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم فركوهما وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان فذلك قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتابتم قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنه كأني أنظر إلى العلدين حين انتهي بيما إلى أبي نوسى الأشعري في داره ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخوفوهما فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر فقلت إنهما لا يباليان صلاة العصر ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما فيوقف الردلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآفنين أن صاحبهم لبهذا أوصى وأن هذه لتركته فيقول لهم الإمام قبل أن يحلف إنكما إن كتمتما أو خنتما فضختكما في قومكما ولم تدز لكما شهادة وعاقبتكما إذا قال لهما ذلك فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها رواه ابن جرير وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا هشيم وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم وسعيد ابن جبير أنهما قال في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية قال إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا قدم بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا وقال عليهم أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد العصر بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وإن لم نعتد فذلك قوله تعالى فإن عثر على أنهم استحقا إثما يقول إن اطلع على أن الكافرين كذبا فآخران يقومان مقامهما يقول من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأن لم نعتد فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء وهكذا روى الأوفي عن ابن عباس روى هم ابن جديد وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من آئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذنيين واستريب بهما أقرب إلى إقامتهم الشهادة على الوجه المرضي وقوله أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم أي يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون ولهذا قال أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم ثم قال واتقوا الله أي في جميع أموركم واسمعوا أي وأطيعوا والله لا يهد القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغلور هذا إخبار عما يخاطب الله به المسلمين وما القيامة عما أجيب به من أممهم الذين أرسلهم إليهم كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وقال تعالى فأربك لنسألنهم أجمعين عما كان يعملون وقول الرسل لا علم لنا قال قال مجاهد والحسن البصري والسدي إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم قال عبد الرزاق عن الثورية عن الأعمش عن مجاهد يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فيفزعون ويقولون لا علم لنا رواه ابن جرير وابن أبي حاتل وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا حكام حدثنا عن بسه قال سمعت شيخا يقول سمعت الحسن يقول في قوله يوم يجمع الله الرسل الآية قال من هول ذلك اليوم وقال أثبات عن السدي يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا ذلك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول فلما سئلوا قالوا لا علم لنا ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم رواه ابن جرير ثم قال ابن جرير حدثنا القاسب حدثنا الحسين حدثنا الحجاج عن ابن جريج في قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم أي ماذا عملوا بعدكم وما أحدثوا بعدكم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يقولون للرب عز وجل لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به أنت عالم به منا هواه بن جرير ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة ولا شك أنه قول حسن وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا ولكن من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه وأنت العليم بكل فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم فإنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مري مذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكذل الناس في المهد وكهلا تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن وتبارئ الأكمه والأغرص بإذن وإذ تخرد الموت بإذن وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا فحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قالوا آمنا واشهد بأن نا مسلمون يذكر تعالى ما من به على عبده ورسوله ييسى بن مريم عليه السلام مما أدرام على يديه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات فقال اذكر نعمتي عليك أي في خلق إياك من أم بلا ذكر وجعل إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء وعلى والدتك حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون والجاهلون إليها من الفاحشة إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام وجعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك فأنطقتك في المهد صغيرا فشهدت ببراءة أمك من كل عيد واعترفت لي بالعبودية وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوت إلى عبادتي ولهذا قال تكلم الناس في المهد وكهلا أي تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك وضمن تكلم تدعو لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب وقوله وإذ علمتك الكتاب والحكمة أي الخط والفهم والتوراة وهي المنزلة على موسى بن أمران الكليم وقد يرد لفظ التوراة في الحديث ويراد به ما هو أعم من ذلك وقوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطائر بإذنه أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذنه لك في ذلك فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه أي وقوله تعالى وتدرئ الأكمه والآبرص بإذنه قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران بما أغنى عن إعادته وقوله وإذ تخرج الموتى بإذنه أي تدعوه فيقومون من قدرهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته وقال قال ابن أبي حاتم حدثنا غبي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا محمد بن طلحة يعني ابن مصرف عن أبي بش عن أبي الهذيل قال كان عيسى بن مريم عليه السلام إذا أراد أن يحيى الموتى صلى ركعتين يقرأ في الأولى تبارك الذي بيده الملك وفي الثانية ألف لان تنزيل السجدة فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء يا قديم يا خفي يا دائم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد وكان لذا أصابته شديدة دعا بسبعة أخر يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم يا ربي وهذا أثر عظيم جدا همش في المكية عجيب جدا انتهى وقوله تعالى وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهِمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَوَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سُحْرُهُمْ مِنْ أي أو يكون هذا الانتنان واقعا يوم القيامة وعبر عنه بصيغة الماضي جلالة على وقوعه لا محالة وهذا من أسرار الغيوب التي اطلع الله عليها التي أطلع الله عليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقوله وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِعَسُولِيَ وهذا أيضا من الانتنان عليه عليه السلام بأن جعل له أصحاب وأوصارا ثم نقيل إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الآية وهو وحي إلهام بلا خلاف وكما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كري من كل الثمرات فاسبكي سبل ربك ذولا الآية وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون أي ألهموا ذلك فانتفلوا ما ألهموا قال الحسن البصري ألهمهم الله عز وجل ذلك وقال السدين قذف في قلوبهم ذلك ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله واستجابوا لك وانقعدوا وتابعوك فقالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ونمريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وآية منك وارزقنا وأنت خير الجازقين قال الله إن منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين هذه قصة النائدة وإليها تنسب السورة فيقال سورة النائدة وهي ممن تم الله به على عبده ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بمزولها فأنزل الله آية باهرة وحجة قاطعة وقد ذكر بعض الأئمة أن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها المصارى إلا من المسلمين فالله أعلم فقوله تعالى إذ قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك هذه قراءة كثيرين وقرأ آخرهم هل تستطيع ربك أي هل تستطيع أن تسأل ربك هل تستطيع ربك أن ينزل علينا نائدة من السماء والنائدة هي الخوان عليه طعام وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم فسألوه أن ينزل عليهم نائدة كل يوم يقتاتون منه ويتقوون بها على العبادة قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلا لهم اتقوا الله ولا تسألوا هذا فعساه أن يكون فتنة لكم وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها أي نحن محتادون إلى الأكل منها وتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نذولها رزقا لنا من السماء ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا أي ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك ونكون عليها من الشاهدين أي ونشهد أنها آية من عند الله ودلادة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به من فضلك تابع بقية المادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر